اشرف ريفي الشخصية المثيرة دائما للجدل لمثكان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي وحتى تسلمه وزارة العدل انجازات سطرها التاريخ وحملات تلازمه منذ سنوات يغرد اشرف ريفي دوما خارج سرب التنازلات ويتابع في ادائه السياسي كما الامني تثبيت صورة رجل الاعتدال والمؤسسات كيف لا وهو ابن الدولة التي خدمها اربعين عاما في نيسان عام 2013 خلع اللواء اشرف ريفي بزته الامنية بعد ان احيل للتقاعد تاركا وراءه مؤسسة نهضوية تحولت بفضل حنكته ومثابرته ومناقبيته مؤسسة يحسب لها حسابها في شتى المجالات خصوصا من خلال شعبة المعلومات التي كان لها دور ريادي وراءت في مكافحة الجريمة والخلايا الارهابية وشبكات التجسس الاسرائيلي فضلا عن ابطال اكثر من مخطط تفجير وفتنة قبل وقوعه وافضل مثال على ذلك ما كان يحمله ميشيل اسميحة الى لبنان من هدايا متفجرة قدمت مؤسسة قوى الامن الداخلي المئات من الشهداء والجرحى ذودا عن الوطن وتنفيذا للقوانين ولعل في طليعة هؤلاء رفيق الدرب اللواء الشهيد وسام الحسن الذي كتب بدمائه مرسوم اعتماد شعبة المعلومات بعد جريمة اغتياله عام 2012 في اللحظة المفصلية والحرجة استطاع اللواء ريفي ان يأخذ البلاد الى المكان الصحيح بافشال محاولات تعكير الاجواء وحصول اقتتال واشتباكات مناطقية وطائفية ومذهبية وحظ امن واستقرار لبنان واثبت ان الانجازات لا تقاس بسنوات العمر بل بالانجازات التي تعمدت بالدم بقي اسم اشرف ريفي محطة جذب للانتقادات والحملات المدروسة سياسيا واعلاميا حتى بعد مغادرته السلك العسكري واستلامه وزارة العدل ولعل اسوأ ما التهم به هو قيادته لمحاور القتال في طرابلوس المدينة التي سعى ريفي ويسعى دائما لاعادة الحياة اليها والى ابنائها ويؤكد انها لن تكون سلعة بيد احد وعلى الجميع يتحمل مسؤولياته تجاهها ابن طرابلوس الذي اتهم بالحيازه الديني وبحماية البيئة التي تستهدف حزب الله بالتفجيرات لم يساوم يوما على كرامة مدينته وشعبها اما الاتهام الابرز فهو انه ساهم ببلورة ما يسمى شهود الزور في المحكمة الدولية يبنك البعض على مدينة طرابلوس احيانا اسمه طرابلوس الشام وهذه من ادبيات القرن الماضي من هنا من كسروان اقول طرابلوس هي طرابلوس لبنان نعم هي طرابلوس لبنان هي قلعة لبنانية لا طرابلوس هي قلعة لبنانية ليست قلعة للمسلمين كما ان جونيا ليست مرفأا للمسيحيين يقول ريفي بان الحملات منظمة وتهدف الى تشويه سمعته وكان دوما يأتي رده مدعما بالوقائع والاثباتات وبقيت مواقفه تصب دوما في خانة الدفاع عن لبنان وخط الاعتدال الذي يؤمن به في وزارة العدل عمل الوزير اشرف ريفي على تعزيز دور القضاء واستقلاليته واعتماد دينامية جديدة في الجسم القضائي من خلال تحريك الملفات بشكل تلقائي وممارسة القضاء دوره على اكمل وجه لاعادة الهيبة والدور الفاعل الى المؤسسات والوصول الى تحقيق العدالة للمواطن اللبناني كما عمل على تسريع المحاكمات وبتها كما في ملف الموقفين الاسلاميين في سجن رومي التي قطعت شوطا كبيرا اضافة الى التعاون المثمر مع المحكمة الدولية واصدار مذكرة توقيف بحق النائب السابق على عيد ومتابعة ملف خطف جوزيف صادر وغيرها من القضايا الملحة ولعل ابرزها مطالبته بالغاء المحكمة العسكرية على اعتبار انه لا يجوز ان يبقى هناك محاكم استثنائية لانه مؤشر تخلف ينتمي الى عالم ثالث وتبقى الانجازات اكبر من الافتراءات مباشرة من طرابلس مساء الخير اليوم هو عيد البشارة عيد اوجد ليجمع اللبنانيين المنقصمين على الخيارات الصغرى كما الكبرى لا تدل المؤشرات على جمع الا ما على مزيد من القسمة والتباعد مع امل اوحد في ان تستمر معجزة الاستقرار الامني في حقل الالغام على امتداد التراب اللبناني الغام موجودة انما ملجومة بعناية خارجية كما يقال فماذا يستشرف ضيفي على صعيد الامن لماذا يتهم دوما بالتصعيد في زمن التحاور فتح احسابه او توزيع ادوار او كيف يفسر عراكه مع وزير حزب الله محمد فنيش لماذا لا يزال يتهم بقيادة المحاور رغم انتهاء المعارك عم بسمع الرصاص رجعنا على الرصاص عم بسمع الرصاص مفرقعات بتأمل من كل الناس حتى المفاقعات بلها بيكون احسان لانه خلاص الناس ما بقفية تحملها نرجع لعكل حال هل كان ضيفي على علم بما ادل به الرئيس السنيورة عن محاولات حزب الله اختيال الرئيس الحريري ماذا يتوقع ايكون وقع هذه الشهادة شهادة الرئيس السنيورة المدوية على العلاقة بين الحزب والمستقبل وعلى الحوار الدائر بينهما والبعض يغمس ان اللواء من المتضررين من هذا التلاقي الذي لا يعرف عن فهوه الكثير او ربما يعرف سنسأله على كل حال رح نشوف انت مطلع عليه هل عم يضعوك في هذه الاجواء ماذا عن الوضع الاقليمي ايضا الايرانيون يكررون يوميا تصريحات التحدي التي يعني تنقض اي استقلالية او ادارة ذاتية لللبنانيين ضيفي اذا كما صار معلوما وزير العدل اشرف ريفي مساء الخير حضرت اللواء مساء الخير اهلا وسأل فيك بطرابوس لبرتال انا قلت هالمرة ملح اسمع رصاص يعني هالمرة حتى مساء ازب الموضوع بكل احوال احكي معنية بالعامة تميزية متل ما عملت عرفت حالي عرفت شو بدي اقل لك صحيح لا وانا سبق واعلنت انه حتى لو كانت لنفسي بعمل نفس الاجراء هو ذاته كفى الناس ما بقى فيها تحمل رصاص ما بقى فيها تحمل اصوات رصاص نهائيا اذا في رصاص سنتخذ الاجراءات اللازمة القانونية طيب عكل حال يمكن مش عم بيسمعوك ويمكن مفرقعات مثل ما عم بتقول بس كمان غريب انه هدا زعيم سياسي بيطلع عم بحكي مش عنك بس عم بحكي عن كثير من زعماء سياسيين ما فيهم يضبطوا شرعون بقصة الرصاص هيدا مؤشر منه ابدا بكل اسف عم تصير حالة تحدي وتحدي مضاد اليوم خلينا تحدى بعضنا البعض بالإيجابيات مش بالسلبيات هيدا ظاهرة سلبية جدا برأي ما بتشرف الوطن نهائيا ولا بتشرف البلد نهائيا حالنا بقى نريح الناس من هالأصوات اللي مزعجي تمام الناس ايضا على وقع صوت الشهادات التي تدلع في المحكمة الدولية بشكل يومي شفنا للرئيس السنيورة الشهادة أول يوم كان هادئ مر مرور الكرام بعدين شفنا أنه لا في مواقف البعض بحطة بالخانة السياسية بدي شوف حضرتك كيف عم بتكون مشاهدتك للمحكمة بعد كلها السنين بعد كل هذه التطورات وصلنا إلى اللحظة اللي فيها شهادات تعتبر شهادات سياسية وأول مرة في اهتمام لبناني بمتابعة شعن بسيط داخل المحكمة لا شك اللبنانيين بلش يعلموا فعلا في مسار قضائي دولي يعول على موضوعيته ويعول على أحكامه وقد يكون هو المخرج الأساسي لللبنانيين من أي خيار آخر قبل ما بلش أعطي تعليق على موقف الرئيس السنيورة وجدوا تحية كبيرة بقال له يا جبل ما يهزك ريح سمعنا أبواق خلال الأيام الأخيرة متعدد جدا يمينا ويسارا شي من درجة أولى من أبواق كاتيجوري درجة أولى درجة تانية أو درجة تالتة تارسو أنا برأيي بيعرفوا تماما الحياة اللي صمت بالسراية أثناء حصارة سنتين بدون ما يهتز نهائيا بتصور محدا في هزلو لا ركبوا لمواقفوا ولا إياه شي بأكد على تحية خاصة جدا وللمرة التانية لرئي السنيورة ولحنا إلى جانب وإلى جانب العدالة بكل موضوعية بس ليه شعرت حتى أنك بحاجة توجه له تحية يعني الرجل يحس حاله مش متروك لحاله مثل العادي بيعرف تماما أنه إحنا إلى جانب تماما بكل مواقف الصعبة وهو رجل مواقف الصعبة اللي قيل عنه بعد حرب تموز 2006 أنه رئيس حكومة المقاومة عيب ينحكي عنه الشي اللي عم نسمعه تماما منكون بأقصر يمي مصير بأقصر يسار إذن نحط مواقف غب الطلب بس عم تربط يعني الحالة حالة الهجوم عليه واضح بس هيدة لمحاولة تهويل على الرئيس سانيورا ما قبل ذهب وقال له هاي اللي ده بفادي نسيوا أنه هذا الرجل الصامد الحديدي اللي بكل هدوء ما بيهتز نهائيا اللي صمت سنتين بحصار لي سرايا برأي لا البوق من هون ولا أصوات من هون لا أي شي من هون بس بـ 14 أدار هو عمل يعني خطاب أوي علل نبرة هو اللي صاعد إذا بدك وقت اللي كان الكل عم بيكون تحت سقف معين لا لا شك دائما على سوابتنا ما منهتز نهائيا أمن البلد يعنينا مصير البلد بيعنينا مستقبل البلد بيعنينا بس أحدا يفتكر حاله أنه لحنا منساوب على السوابت سوابتنا حية براسنا منذكر فيها من وقت لوقت ومنتمسك فيها وماشيين بهالأتجاه هيك قررنا هاي خياراتنا بـ 14 زارة فيجأك شي باللي قالوا بشهدته بتصور لا أنا للأمانة يمكن سبق وقلتا أنا نبحت رئيس الحريري الشهيد الكبير رفيق الحريري مرتين لو دوت رئيس يرضى لكن تبه في جو لغتيالك أكد لي أنه بهات أجواء وعنده معلومات بهالأتجاه هذا متما قال رئيس سانيورا يعني شي اللي قاله رئيس سانيورا كان قال لي يا رئيس شهيد رفيق الحريري مش بالتفصيل بس أكد لي نعم هو عنده معلومات أنه هو مستهدف أنما كان ينظر هو أنه برأيه الفريق الآخر اللي هو مهتم بالإطيال ما بتجرأ يعمله لأسباب دولية أنا قلت له اليوم متى دوت الرئيس وكان عم بأكد هو أنه بتكلفهن كثير بتقول دوت الرئيس بتكلفهن كثير بس هي أنظمية بكل أسف لا تعير اهتمام للحالات الدولية بتكلفهن كثير رح تكلفنا أثري يا دوت الرئيس بكل أسف عملوها عم تحكي كنت وقت حضرتك حكيت معه في هذه المسألة كنت عم تحكي عن حزب الله أو عم تحكي عن النظام الأمني سوء الهناني عم شعب للأمان ما حدد حزب الله قلت له دوت الرئيس معلوماتي أنه في توجه للإغتيال ومعلوماتي أنه رحت الأمور للتنفيذ ما كنا نعرف يوم متى كأمنيين عم بحكي ما كنا عنا معلومات مين بده ينفذ يوم متى بيقلي أنا بهيك جو أنا بهيك معلومات بس أشرف تقديري أنا ما بتجرقوا يعني لو بتكلفونا كتير دوليا تقول دوت الرئيس هاي أنظمة لا تعير اهتمام للأمور الدولية بتكلفونا كتير بس بكل أسف حتكلفنا أكتر وكلفتنا أكتر بكل أسف يعني حضرت اللواء حضرتك لما حكيت هالكلام مع الرئيس لحديث كفترة زمنية أمتين عم نحكي أول مرة كان الحديث بـ 24-12-2003 2004 يعني ليلة عيد الميلاد تماما يعني قبل بشهرين قبل بشهرين وشوي وقبل بأسبوعين تمام من الاغتيال رجعت أكدت له المرة التانية دوت الرئيس عندي منظر تاني بيأكد لي الأمور رايحة نحو ارتكاب جريمة اغتيال كمان كان نفس الجو بهو زيته أشرف سبقه قلت لك أني أنا بهذا الجو بس تأديراتي ما بيعملوه لأسباب دولية لأنه بيعرفوا أنه بتكلفوا كتير قال لك الرئيس الحريري الجو اللي عنده من وين بما أنه حضرتك ما فتنا بطة فصيل منين لا ما حدا طيب وأجوائك من وين اجت يعني منين مصادر كيف لا مصادر أمنية موسوقة مصادر أمنية لبنانية عم نحكي داخلية أو عم نحكي لبنانية وغير لبنانية وصل عم نحكي نحنا بزمن موجود الجيش السوري على الأراضي اللبنانية بزمن بالشيردي والويردي بيفوتوا السوريين صحيح حضرتك كنت ضابط بقوى الأمن وراح تبلغتوا للرئيس الحريري هذا الكلام نعم حضرتك ما كنت بعد مدير عام قوى لا بس أنا كنت ما قبله أنا كنت رئيس شعبة المعلومات صحيح أنا أسست شعبة المعلومات وأنا أطلقت شعبة المعلومات يعني شبكات الاستعلام بعدها كانت لحد ما متواصلة متواصلة معي وأنا متواصلة معها يعني كنت بمصدر معلومات موسوء جدا أنا بلغتوا دوت الرئيس كانت 24-12-2004 قبل بشهرين من الاغتيال دوت الرئيس رحنا على التنفيذ أكد أنه أشرف أنا برجع بقلك أنه عندي معطيات باشي هذا إنما تقييمي أنه ما بيتجرأوا يعني لول أنه بتكلف تير دوليا هذا كان جوابه أول مرة وثاني مرة ثاني مرة قبل بأسبوعين تماما من الاغتيال الله يرحمه وهذه المعلومات يعني ما في شك أنه كمان أكيد حضرتك وضعتها بأهدت اللجنة لجهة تحقيق الدولية طبيعا أكيد طبيعا كل التفاصل بس كان عندك علم أنه الرئيس السنيورة أيضا لديه نفس لا ما كانت عارف أنه أدل بشهادته هذا الكلام سابقا ورجع كرر الآن بشهاد العلنية لا ما كان عندي معلومات الحقيقة بشهاده لأنه طبعا في الموضوع الأمني دائما بيكون يعني مش بحلقة كبيرة كان الحديث بيني وبين رئيس الحرير الله يرحمه أول مرة كان معي شهيد ويسام الحسن مرتين كنت لحالي بس بالمرتين عم بتحذره من مخطط بس ما عم بتقله مين بده يغتيله بينما الرئيس السنيورة سميت الفريق معروف شو هو الفريق أنا سبق وأعلنت قرار الإغتيال سوري إيراني التنفيذ ما كنا عارفين مين التنفيذ إنما بعد ما صارت كوى الأمني دائما تقدمت بالتحقيقات بعد ما سلمت المديرين العامين اللي كوى الأمني دائما بعد ما شغلت المعلومات صار عندنا تقريبا تفصيل ما كان عندنا ما قبل قبل الإغتيال مستندين على ذلك بدأت الاتصالات اللي توصله شهيد ويسام صحيح صحيح هيك عرفته مين كان المنفذ صحيح كيف عرفته مين أخذ القرار كان معطيات معطيات يعني مش بس كراءة كان في معطيات عم قلت كنت يوم متى بموقع أمني كان تواصلي مع الشبكات الأمنية أو تواصلي مع مصادر أمنية مصادر معلومات هامة جدا كان تواصلي بعده قائم الرد حزب الله على هذه الرواية بلشه من 2010 مش من هلأ نحكى عن عميل إسرائيلي اسمه أحمد نرسول الله فر بطريقة من الطرق قدر يوصل على الشرية الحدود دخل إلى إسرائيل ويقول أنه هنه بيقوله أنه هو أعطى معلومات لتضليل فريق الأمنة لدى الرئيس الحريري حضرتك في هذه الأجواء استمعت إلى كلام يعني مباشر في هذا الاتجاه اللي بيقول أنه كان فيه أجواء كأنه بيلتقي مع كلامكم بس هي كانت أجواء تضليلية بتصور رحنا منقاطع المعلومات المهنين بيعرفي يعني كيف تقاطع المعلومات اليوم ممكن نكبل لك حدا بصادق معلومات كثيرة إذا أنت مهنية بتقاطي المعلومات مع مصادرك بتشوفي ما يتطابك من المعلومات مع منطق الوقاع على الأرض بتقولي هرواي صحيحة أو هرواي مش صحيحة بس فيكن تقوله كمان يعني إذا كانت المعلومات عم نحكي من أكتر من مصدر أمني غير قصة التقاطع المعلومات مصدرة هذا الرجل أم لا لا مش هذي الرجل لا أكيد لا عند مصادر مجل العميل اللي عم بيحكوا عنه عمنا مصادر خاصة فينا اللي احنا ما إلا علاقة بهذا الرجل بتحضرتك بتعرفه تعطيت معه لا لا أبدا نهائيا أبدا نهائيا لا أكيد لا طيب مع مين كن يتعاطى لدى فريق الرئيس الحريري هل كنو أبضي نو ما عندي فكرة لا ولا سماعت فيه بجو الرئيس الحريري أبدا نهائيا يعني اللي احنا بيجو اللي احنا بيستند عليه كمصادر المعلومات اسمه مش وارد على مجموعة المصادر تبعتنا بلاقي يخر شيء المهني بيعرف تماما كيف يقاطع المعلومات يعني بيتحقق مصداقات المعلومات لعننا 600 طريقة هذا علم الاستعلام هو علم بتل ما أي شيء بتعني تجربة على دوام عين أو أي شيء نفس الشيء المعلومة بتقاطعية من مصدر تاني مع وقائع الأرض بتطلع بنتيجة زي هالمعلومات عندها مصداقية ولا ما عندها مصداقية بس هيدا طبعا منه يعني مثل العلوم مش مية بالمية مش واحد زي واحد بس و اثنين لأنه ممكن يكون في دس من أكتر من جهر لأ علوم علوم تقريبا مش أقل من أي علم آخر ما عادت مثل أول والله ما كانوا التقليديين أو المخابرات التوتاليتارية القديمة اللي بيقف عزيزية الشارع بيحط عوينة ريبون بيحمل الجريدة اللي خب يوشه سقطت هادي اليوم كله علم بما فيها اكتشاف كل الجرائم علم تحليل الداتا عمل ثورة باكتشاف الجرائم دي أنا أي عمل ثورة بالعلم الجنائي اليوم كله علم صار مشان هيك أنا برئيس كنا عم نحتي مع قوى الأمن الداخلي وإيام فترتين عم قول فلنقلع عن أسليب تحقيق البالي اللي احنا كنا نطلب منه لأي عنصر قوى الأمن الداخلي قائم بالتحقيق يكشف حقيقة الأمر مين القاتل أو مين المجرم اليوم ساعة ما بيكونوا فيه مواد علمية أو أساليب علمية يتحقق منه كان يروح على العنف أو الجسدي أو النفسي اليوم صار عنا ستمائة طريقة علمية مشان هيك كنا ندعيهم ما بق في داعي تروح على العنف الجسدي أو العنف النفسي شرف تفضل في عندك دي أنا أي في عندك تحليل داتا المعلومات في عندك كاميرات في عندك ستمائة ستوب علمي بالوقت الحاضر حييت الرئيس السنيورة وأكدت على شهدته وقلت أنه حضرتك حتى لما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري عايش نفس الكلام عنده معطيات شي اللي عم بيحكيه أنا ما كان جديد عليه كان عنده معطيات تنامى بس كان قراءته أنه أشرف ما بيجرر ويعملوها ما بيعملوها طيب بالنسبة لشهادة الرئيس السنيورة بالمحكمة سيعود إلى بيروت الرئيس السنيورة سيعود إلى مزاولة عمله بتعتقد لح تم رؤك هيك ما بتعتقد أنه هذه شهادة كلامك هلأ خلال الحلقة هذا كلام تفجيري يعني اليوم بدي أرجع إلى المحكمة بس أنه اليوم في حوار قائم في حكومة جمعتكم هذا كلام لا معطي أمن للبلد ما بيعطينا أمن إلا العدالة فقط لغير ما حدا يهوبر علينا وما حدا يهوبر علينا اليوم كان في حدا عم يقول إذا أنت تمسك بالعدالة تفعك تمن يا حياتك أو أي شي أنا إذا ما عملت عدالة وحياتك بورة ولادي ساعتها نزع للسأر والانتقام اليوم أنت أوي بلوقت الحاضر وأنا ضعيف إذا قلبت لأي بقرب بعد عشر سنين قلبت لأي شو بخلي ولادنا يروح على السأر والانتقام العدالة واحدة هي بتنقصنا مشان هيك حتى حيتي لرأي السنيورة أكيد لجرأته وصموده ومراجله إنما كمان لتوجهه استراتيجي لأمن البرد العدالة واحدة بتعطينا أمن البرد ومحن يقنعنا إنه عندنا طريقة تانية لنأمن أمن البرد إلا من خلال العدالة عزيز بدي تابع في هذا الملف وغيره من الملفات وكتير من الأسئلة بدي شوف كيف يكون تعدوا بمجلس الوزراء بعد هذا الكلام اتهمت حضرتك قبل حزب الله لتبيض العملة وبالفساد ووصلته إلى مجلس الوزراء وصار مشكل يعني بينك وبين الوزير في ماشي منه مشكل بالمعنى المشكل نحكي فيها بعد الفاصل هو تأكيد للثوابت خلانا نحكي فيها بعد الفاصل لأنه إذا هيدك ما كان مشكل كيف هذا الكلام هلأ اللي هو أصعب بكثير لا مش أول مرة نقوله بس بمجلس الوزراء بعد حتى واجهاً لواجهك كنا بقرارات التواصل اللي كانت عيامنا كنا نحكي بس بسنة وشهر على هذه الحكومة تقريبا صالكم سنة وشهر تقريبا صح ولا مرة صار في حدية أو مشكل داخل مجلس الوزراء على هذه المسال يمكن هذه المرة الأولى اللي ستفتح مواجه واجه مواجه ما في شك خلانا نتوقف مع فاصل وللأمانة خليني نواجه تحية كبير إلى الوزير بطرس حرب ما كنت وحدي سندني مسندي برأي كانت أساسية مداخلته بهالأتجاه بس ليفت جدا أنه يكون الوزير بطرس حرب هو اللي سندك وانت داخل مع فريق سياسي موجودين بالحكومة نتابع هذا اللقاء المباشر مع اللواء أشرف ريفي حضرة اللواء اليوم وقع شهادة الرئيسة سانيورا وقع كلامك هلأ كيف سينعكس على الحوار اليوم بين تيار المستقبل وحزب الله نحن مصرين على الحوار ومصرين على أمن واستقرار البلد إذا كان الحوار بيأدي لمساهمة ولو جزئية باستقرار وأمن البلد ما عنا مينع نهائيا فيه إنما لازم يعرف تماما الحوار لن يكون حوار لا تنازل ولا أنهزام ولا صق تسليم الحوار نعم لأمن البلد إنما نحن سوابتنا واضحة تماما كل 14 أزار سوابتنا واضحة عم تتهمون بالقتل كيف ترجع بتحوار على المحكمة كيف على المحكمة بس عم تروحوا تقولوا للمحكمة بحوارتنا المباشرة القديمة كنا نقول نعم في عنا شهداء سقطوا لحنا رحنا رحنا على خيار المحكمة ما رحنا على خيار تاني شميك أنا بتصور يخشي البلد نعم أمانة بين إيدينا كلنا سوا في محكمة سنقبل كل قرار أو كل حكم يطلع عن المحكمة بس بكرة بيقولوا إنه هذه المحكمة تتأثر بما تقولون بتحقيقاتكم لواء أشرف ريفي قال بعض متلسين إنه هم مسؤول عن هذه التحقيقات كان يشتغل الشهيد ويسمعه تحت إشرافك المباشر داتا الاتصالات اللي قلت إنه شغلة علمية على الآخر عم بيشككوا في هذه داتا الاتصالات إنه لا ممكن تكون مقترم برأي أقلع عن التشكيك لأنه آخر شي أنا فكت 33 شبكة إسرائيلية بقوة الأمن الداخلي قوة الأمن فكت 23 شبكة إسرائيلية انطلاءا من داتا الاتصالات وكل المحكم حكمت بكل 33 ملف واعتبرت إنه هاي الأدلة قاطعة تماما شككوا كتير اليوم نرجع بنشوف إنه بالنهاية كأنه نخلص أزالوا التشكيك نهائيا اليوم أنت عندك محكمة دولية في أرقى قضاة لبنانيين ودوليين في حق الإدعاء مماثل لحق الدفاع تماما إذا بتلاحظين الإدعاء بيستجوب الدفاع بيخذ نفس الوقت تماما استجواب مضاد استجواب مضاد يعني عطيت أرقى صور من الدفاع وأعلى حظوظ للدفاع وبعدين آخر شيء المحكمة من منا السرية مثل ما بيحاكموا بالعظمة التوتاليتارية عم تنقل لكل وسائل الإعلام وقدام كل الناس اللي عم يشاهد هو في قوة قناعته كيف عم تشوف أداء فريق الدفاع عم تتابع؟ برأي أنا بتذكر تماما وقت اللي كان رو استلم الدفاع عملي زيارة مرتين على كوة الأمداق قلت له وتعلى قلت لحنا كلبنانيين نرغب بعدالة موضوعية أنا سأتعاون مع الدفاع كما تعاونت مع الإدعاء قال بدنا نعمل دورات لضباط كوة الأمن الداخلي قلت له أنا جاهز نعم نظمنا دورات لكوة الأمن الداخلي لنقل له نعم لازم نعطي نفس حصوص الدفاع من حصوص الإدعاء بدنا عدالة وبدنا حكم موضوعي ولحنا بتصور بسياق الأمور اللي حديث لهلأ ماشي توحين أنه إحنا راحين على عدالة موضوعية ما بتعتقد مسألة الشهود الزور لا تزال صغرة كبيرة في أساسا اخترعت بمخيلة جميل السيد وبمخيلة بكل أسف النظام السوري اللي وقت اللي كان وقف على إجراء ما كان عنده قضاء وقت اللي بلش يهتز صار بده يعطي قضاء لحقول لكل اللبنانيين يمكن للمرة المية بتصور ما في شيء اسمه شهود الزور بالقانون قبل ما تعقد المحكمة هني فاتهم إنه إنه بعد المحكمة ما كانت ما أقيم شو بدك تسميهم هني جهود قبل لا هني جهود وعم يحكوا كنا بمنحل التخطيق مش بمحل تضيلي محمد زهير صديق مش موجود بلا 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 إخر شيء هولي أشخاص موجودين أنا بكل تحقيق بكل تحقيق كون فترضي إنه خدت إفادات عشرين شخص بيصدق معي أربعة خمسة بالتقاطع اللي حكينا عنه عالتقاطع بيخد إفاداتهم والباقيين بكب إفاداتهم نهائيا كانوا شهود يحلر ضمن هذا التقاطع كانوا ضمن التقاطع لا ما كانوا ضمن التقاطع نهائيا برجع بقول نسي هو إنه فتح فبركة شهود الزور وقت تحقيق ما قبل المحاكمات ما في شيء بالقانون اسم شهود الزور إذا ما أقيمت المحكمة والشخص أقسم اليمين قدام قوس المحكمة إذا كذب عليها صار شهود الزور إذا بمراحل التحقيق ما في شيء اسمه شهود الزور اخترعوا فقط ليهولوا على العدالة ليهولوا علينا على العدالة بس برجع سبقوا قلت قبل هلا لإحنا رفعنا كتاب مفصل أنا والشهيد وسام الحسن للمحكمة الدولية لنقول لإحنا جزء من الضابطة العدلية اللبنانية والجزء من الضابطة العدلية الدولية لأنه كنا مكلفين رسميا بها المهمة هاي شرفي تصدر يا محكمة عندك صلاحية تتحاكم كل واحد يحاول يعرقل سير عدالتك شرفي حاكمي والإحنا كأشخاص ما بدنا شيء بس حمي عدالتك إذن شهود الزور ساقطة قانونا مشاناك القضاء اللبناني رفضها ومقلة كيان قانوني طب قدرين تحموا القضاء الموجودين اللبنانيين في هذه المحكمة اللي حضرتك عملتلهم إشارة قلت من أفضل القضاء قدرين تحميه تحمون تحمون عائلاتهم عم نحكي في حال تطور طلبت مننا المحكمة الدولية يومتا والأمم التحدى طلبت مننا نعمدهم حمايات وعا أياما ركزنا نقاط حماية وحراسة وبس واحد منهم يجي كنا نعطي حد الأقصى اللي بين إيدينا لحمايته وعملنا واجباتنا نعم وحميناهم لحديث هلا طب عم تحكي عن المحكمة ودايما بتحكي بإشادة كتير كبيرة عن عملها بس البعض بيقولوا أنه حتى لو كان كل شي مظبوط هناك مصدقية عالية المحكمة مننا مسيسة وما بدى ظرف دولة في حال كل هيدا شلناها عجنا بس توين معقول تروح للأخير بتروح للأخير لأظهار الحكم إذا ما فيك تلقي القبض على حدا وحقول حتى لو تم إلقاء القبض اللي هي أنتو عادل المحكمة من البداية بترشا تعادل محاكمة لما يتصير وجدية تاخد قليطة طبيعية تاخد قليطة طبيعية لحنا ما بنا نعدل بقليطة هاي المحكمة في جزء مننا يستند على القانون اللبناني في جزء مننا يستند على القانون الدولي وقبلناها كل لبنانيين ونقبل بنتائج الشخصة الحالية كان واضح بعدة محطات نعم نقبل بحكم المحكمة الدولية لأنه لحنا منا تركيبتنا تركيبة سأر وانتقام لحنا تركيبتنا عدالة موضوعية عدالة قانونية عدالة حتى لو كانت دولية هي عدالة صارت صارت هيك عم تشوفك أكتر وأكتر وزير عدل بتذكر من سنة وشهر لما عملت معك المقابلة اللي كنا عم نحكي تاخلية وعم نحكي شؤون شؤون اجتماعية ما كنا ما كنا حتى جايبين سيرة وزارة العدل مع أنه كانت قابلة بيومين ثلاثة من وزارة العدل هلأ عم يسمع كلامك عن العدل والعدالة كأنه أجيت هيك اللي بعيش مع جسمنا القضائي وبيشوف فعلا هيك نوعيات عالة المستوى علميا واخلاقيا وتفانيا بديت أثر فيه هلأ اللي عم يسمعك وعندهم ملفات واقفة أمام القضاء اللي عم بيروح على المحاكم وعم بيشوف أنه أحيانا من العشر لتنعش الشغل وبعدين ما في شي اسف لا منظم القضاء بيتهمون أنه أكلوا بيضة وتأشيرتها بكل أسف الحقيقة لا بقى لهم بيضة ولا بقى لهم تأشيرها اليوم وقت اللي بيكون عنا قضاء بينكب على الجسم القضائي تقريبا تلت عديد سكان لبنان بدون منزيد ولا قاضي زيادة لازم يعرفوا تماما أنه التباطئ والتأخير مش كله بس الحق على القضاء عاكل حال لحن نرجع لحن نحكي عن شؤون وملفات بلدزارة بس قبل بدل بتأسير هذه الشهادات على الحوار يعني أنا ما اقتنعت مع الوزير أنه معروس تحكي كل هذا الحكي وترجع تقول لي لأ نحنا مع الحوار ومع استمرار الحوار ماذا عن الفريق الآخر في فريق تاني منه راضي يوم أنه يقاض معكم أنتم عم تتهموا بالقتل نحكمين نعيش مع بعض البعض كلبنانيين وبدأ نعيش مهما كلف الأمر نحنا اليوم كان في مشكلة بين بعض البعض قصة الشهداء مش بس الرئيس رفي الحريري الله يرحمه عنا عديد من الشهداء رحنا خذنا خيار كأربطعش أزار كآل الحريري خذنا خيار المحكمة المحكمة ماشي يعني العدالة ماشية مشان هيك أنا بتصور نعم نحنا مندعم العدالة حتى ما نفتش على خيار تاني خلينا أقول لك بكرة شو اللي حين كتب ببعض الصحف بعد مقابلتك اليوم بعد كلام الرئيس السنيورة أنه فيه إصرار منكن أن تفجروا هذا الحوار منكن رضيين من الأول منكن ممثلين في هذا الحوار فأنتم بتكن تفجروا حتى البعض عم بيعمل مثل تفريق ما بينكن في السياسة حضرتك الرئيس السنيورة واليوم كتير تظهر هذا التقارب من وقت من بلشت الحلقة عم بتحييه وبين الرئيس سعد الحريري وفريق آخر يريد أن يحاور أن يحمي البلد أن يحصن البلد إعلام 8 أزار عم يتزاكى علينا كتير ليصور أنه كأننا نحن فريقين أو ثلاث أطراف أو أي شي نحن فريق واحد اللي عم نحكيه هو ذاته اللي عم نحكيه الشيخ سعد الحريري بالليبيان كلنا سمعنا الشيخ سعد الحريري وقال رئيس بردي أنه هذا كلام المنابر وهلأ عاد كلام المحادي أنتو كفيتو منابر هذا كلام مسؤول وقت اللي كان الحكومة الشيخ سعد الحريري حدد أنه هي حكومة ربط نزاع ربط نزاع وأكد بي قطابه بالذكرى السنوية العشر يقتير شهيد رفيق الحريري الله يرحمه أكد تماما نحن مع الحوار قال نحن مع الحوار وأكد سوابته الأربعة اللي كلنا منعرف تماما هي هي اللي يرتكز علي العودة للدولة فقط لغير يعني ما حدا مننا عم يحكي قد نعبر بطريقة مختلفة بس نفس المضمون هو ذاته ما يتزاكو تماما أزار وليحنا فريقين أو ثلاث فرقاء أو أي شي اللي احنا منكمل بعضا منحتي نفس اللغة قد يقوم بطريقة تانية فيه يقلك كيف بيبين أنه فريقين برجع إلى مسألة مجلس الوزراء بيصير بينك وبين الوزير محمد فنيش هذه المشادة الكلامية قلت لي حضرتك وشكرت الوزير بطرس حرف اللي هو أكيد بيصل بأربعة عشر أدار بس أكيد في وزراء مثلا أن الواحد بتوقع أنه يكونوا قبل ومع الوزير بطرس حرف إلا جينباك برأيي ما كنت بحاجة لدعم الوزير بطرس حرف الكل فات على قضيته الشخصية اللي هي بتصبح بنفس المنطقة اللي أنا كنت عم بحتيه اللي بدي أسألك عنه إجا بتوقيت كتير مناسب بس هو كان معني بمحمود الحاية صح بساعة اللي كان عم يقول وزير حزب الله القانون كنت سلمت على الأقل اللي هو متهن بقتله محاولة قتله بمحاولة أختيه بمحاولة أختيه بشانك لحنا فريق واحد ما يلعبه عم نتوازع لأدوار إذا بديك أو عم نتكامل مع بعضنا البعض ومش عم نتناقطه طيب فتح لك سيرة كلامك بالسعودية الوزير فنيش نعم يعني هو بمجلس الوزراء جيته سلمته ع بعض صحيح وقعدته هو فتح لك سيرة هو فتح الوزراء لا هو حكيه على طولة ما حكيني مباشر حكيه على طولة مجلس الوزراء أنا ردات قدام مجلس الوزراء كله سواء صحيح ووقفت عند هذا لحد يعني تدخل الوزير حرب وعرفنا بعدين أنه الوزير نهاد المشنوق رئيس تمام السلام والوزير أكرم شايب بعتقد هن اللي هدوا الأجواء بينتكن وين معقول كنت تروح الأجواء وشو صحيح طبيعي أنه هدوا الأجواء هو حكي رسالة معه أنا ردات اللي لازم رده رد عليه إجا كلام الوزير بطرس حرب مؤيد لكلامي أنا والطبيعي الباقيين بدنا نكفي كمجلس وزارة مع بعض البعض ما حدا أيد الوزير فناش بلا الوزير حسين الحج حسن فقط علي حسن خليل جزئية ما في قول أيده بس أنه فقط لغير والباقي نحن ما بنا نفجر مجلس وزراء نحن حريصين نستمر على الطاولة مع بعض البعض ونحن حريصين مثل ما حكيت نحن أمن البلد نعم يعنينا وأمن البلد حريصين عليه تماما بس بالمقابل نحن الأمن الاستراتيجي البعيد المدى للبلد هو يقوم على العودة للدولة ما يكون فيها دولة هذا الشيء اللي حكيته قربي مجلس وزراء أنه أنا استراتيجيتي سأبقى أناضل وبين هاللين قلت لهم سلميا وحضاريا لإقامة الدولة وفقط الدولة وإلغاء الدولة ولكن اتهمتهم بأكتر بكتير من ذلك لما كنت مملكة العربية السعودية وعطيت مقابلة وحكيت عن تبييد أموال وحكيت عن فساد أنت وزير عدل عندك مستند عندك دليل كيف بدين فريق سياسي موجود ومعروف اليوم الانقسام بالبلد بمجرد وجودك بالسعودية لألن هذا مريب تطلع بمقابلة بالمملكة العربية السعودية وتحكي كلام من هذا النوع على حزب الله لش كل ما كانوا بنحكي شيء أنا نفس اللغة بيحكيها وينما كان حكيت قدام مجلس وزراء بيحكيها بالإعلام اللبناني بيحكيها بأي إعلام أنا ما بحكي لغتين ولا تعودت مسألت بالوطن عن هذا الموضوع أو حضرتك اللي قلت له لا مسألت بالوطن مسألت بالتحديد يعني ماذا يمارس حزب الله مسألت بالتحديد وحكيت اللي حكيته يعني سحبوها سحب منك مش أنت راح تقررت لا 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 ما حدا نسحب أنا بحكي لغة واحدة بقولها باري بس أنا عم جلل أنا بحكي لغة واحدة ما بقى تقبل منا لغتين بالنهاية بالنهارة بنحكي شيء بالليل بنحكي شيء بالداخل بنحكي شيء وبر الخارج بنحكي شيء لحنا أنا بتكلم لغة واحدة هيك تربينها بالحياة العسكرية وهيك مستمر بالحياة السياسية أنا بحكي لغة واحدة يعني أي سؤال يوجه لألي وينما كنتوا وبأي ظرف بجاوب نفسي شيء طيب بس كلام عن تبيض وفساد هل هو كلام إشاعات متل ما بيعدوا بالسالونات الفرقاء السياسيين هن بيقولوا عنكن بتمارسوا كذا وكذا وانتوا بتردوا عليون يعني هيدا مجرد تراشق أم عندك شيء لا مش تراشق مبدئيا اللي نحكي بمجلس الوزراء أنا جرأي كان كافي توصل الرسالة لمن يعنيه الأمر لمين لحزب الله رسالة شو الكل اللي لغنانيين بيعرفوا تماما اللي لحاكي بمجلس الوزراء أنا درأي كان كافي لحنا ما كنا إذا بدك بزاوية مسكرة كنا وجها لوجه كنا على طاولة مجلس الوزراء وحكيتها بكل وضوح كما حكيتها بجارة الوطن السعودية وبنفس اللغة وبنفس المضمون وبنفس بس بيختم تصريحك يعني إذا في من بدي أفطرد فيه تبيض وفساد بيختم باتجاه العودة للدولة كيف بيختم باتجاه العودة للدولة بس تقولي للآخر نعم في مأخذ عليك بالنقطة الفلانية أو بالنقطة الفلانية اللي احنا بناروع على الدولة الدولة ما فيها لا إذا بدك سلائح غير شرعي ولا فيها سلام غلبي لفريق على فريق آخر دولة فيها دولة وحدة عند أجهزة أمنية رسمية ما فيها أجهزة أمنية غير شرعية وغير رسمية ما فيها سلام غير شرعي وغير رسمي هي استراتيجياتنا كيف مع الوزير بوزارة العدل بكل التحقيقات الموجودة بالبلد بكل القضايا اللي أمام المحاكم في شي ورقة بتقول أو مستند بيقول أن الحزب الله يقوم بتبيض عملي أو بفساد؟ في مستند؟ سألي حاكم مصرف البنان إذا بيجروا إي حكيه سألي حاكم مصرف البنان حاكم مصرف البنان عنده مستندات؟ سألي حاكم مصرف البنان أو يسأل حاكم مصرف البنان من الخارج عن هكذا مسائل؟ اليوم ببقى في فصل بين الخارج وبين الداخل القرى الأرضية صارت متواصلة مع بعض البعض أنا لم أشعر بيحكي بإفتراء ولا بيحكي بسياسة أنا عم بيحكي كنت وقائع وأنا مسؤول عن كلامي هلأ وبعدين وسابقا هل يشرق حاكم مصرف البناني؟ أنا عم بتقول لك ما عنده شرق أنا عم يشرق على الهوى يطلع المستندات اللي عنده إذا بده مستندات شو؟ خلاص سألي حاكم مصرف البنان بس حضرتك كيف عندك عن ذلك؟ كوزير عدل؟ استقبلي مرة كأمن سيبي أو كوزير عدل؟ هلأ مش رح يطلع بقى معي إذا وإذا هيدا كأشرف ريفي بأي صفة الحقيقة أنا ما بتلون بطوبي أنا بحكي قناعاتي اللي هي بعرف المعلومات كيف تجي وبعرف مصداقية المعلومات وبعرف اللي عم بحكيه مش جزافا مش عم بحكيه رمي الكلام طيب بس لما حكيت لما رديت على الوزير الفرنش بمسألة الكابتاجون مثلا طيب هي شو صار بالتحيات في هذه النقطة؟ في مصنع فيه؟ ماشي 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 بس لأقلك إنه ماشي كانت بتأثير إنه بالنهاية بطلاقة لا الكلم نعرفه مداخلات وحتى حضرتك يعني موجود على رأس وزارة العدد بحاول نحمي من المداخلات قد ما فيه أكيد أكيد بس بحد ينتظر مني شو رد عليك لما حكيته في هذه المسائل؟ يعني لما قالك شو عندك إثبتت وردت على بحكيه؟ خلي نقول لللبنانيين اللي نقال قدام مجلس وزراء وصل لمن يعنيه الأمر وبرأيه بدون ما نفتحه لا بس عند حكي مصرف لبنان بده يكون فيه يمكن حضرتك حكيت تبييد وحكيت فساد تبييد هو أكتر محدد فساد مرفع بيروت الكل منعرف تانين مرفع بيروت لا يمكن يستمر بها الشكل هذا سكانر وغير سكانر بس هاي دي بس حزب الله؟ أو فيه أطراف كتير يعني عم بتفوت بداعة برأي فساد إكسكلوزيف عند حزب الله حصري؟ يوم بس عم تبييد بيطلع بضاعة لا ما عم قول بس يعني حصري فقط حصري عند حزب الله لا فيه غيره تماما بس الفريق اللي أقوى اللي هو بضاعته بتمرق بدون ما تفتش ولا تدفع رسوم جمهوركية ما نتخبى يعني بورقة توت وضع مرفع بيروت غير مقبول يجب أن تخضع كل البضاعة لرسوم الجمهوركية ما فيه بضاعة بتطلع وهي فيه بضاعة تجارية كمان بتطلع كأنه للمقاومة وبتم بيع بالأسواق التجارية والفارق ما بين السعر الحقيقي والسعر الفعلي عم بيغضوه حزب الله ويش؟ بالتفصيل كل ناس بتعريف بس ليش بس مرفع بيروت عم بتسمي مرفع بيروت فقط مطار وكذا لا مش نفس برأي المطار بيفوت على بضاعة خفيفة شوي المرفع فيه سيراميك وفيه حديد وفيه مواد بناء وبتطلع كلها سواء وتجار البناء بيعرفوا تماما وين بشتروا البضاعة لأرخاص هاي رسوم للدولة اللبنانية هاي لأولادنا اللي احنا مندفع رسوم ايش مطلع علينا ما حدا لازم يكون فوق القانون وفوق الرسوم خلينا نقول بس تنكون كتير واضحين بمسألة اللي إليه علاقة بيحكم مصري فبنان استاذريات سلامة فيه شي متعلق بمكافحة الإرهاب ممكن يكون عم بيجي مستندات من هذا النوع كون اليوم بيسألوا عن أموال معينة وعن حركة هذه الأموال إذا عم نحكي التراجري بلولة المتحدة الأمريكية وغيرها حسب معرفته البسيطة في هذه المسائل وفي قصة التبيض اللي هي كمان مهمة وأساسية حضرتك عم بتشير للمسألتين أو عم بتشير لمسألة أموال اللي كانوا يعرفوها أنه أموال ممكن تذهب إلى حسب التعريف الأمريكي إلى الإرهاب بيجي يوم تسمح له الظروف بتصور بيحكي شو عنده معطيات هو مخبرك؟ لا مش بخبرني أنا معدي التواصل مباشر بس ما عرف شو عنده بس ما عرف شو عنده أكيد طيب فاصل مشاهدينا ونعود ما بعرف بارت ثري شو رح يكون فيه فاصل ونعودي لهذه الحلقة مع وزير العدل الأشرف ريفي نتابع هذا اللقاء معني الوزير في كتير تعليقات على السوشال ميديا طبيعي بعد هذا الكلام الناري الليلي ليلة هاشم عم تسألك وعتنا بالإعلان عن إخر المستجدات فيما يتعلق باختيال لواء وسام الحسن شو اللي مأخرك؟ وجو مأخر التحيي قطع مرحلية كتير متقدمة جدا بانتظار يستكمل اليوم كل منعرفها جريمة قطية الرئيس رفيق الحريق الله يرحمه صار علي عشر سنين قالية المحاكمات ماشيت بس الحكم بعض مطلعه هون التحيي ماشي طمين كله بنانيين نعم عنا معطيات برأي حرزانة سبق وقلت هيدا الحكم صار فيك تكشوف بعد عم تستكبل مش هلا جاي الوقت جاي الوقت بالقضاء أو بالحكم خلينا نعطي الوقت بس فينقول للنبنانيين بس طلع تقرير صحفي بيقول أنه نعرفت السيارات ونعرف أنه في صور في رسوم تشبيهية في شي منهم بنا في أساني حتى في صوت في أدلة موضوعية مش وقت خلينا نكشفه وقت تستكمل أنا ما أطمن كل اللبنانيين نعم أطعنا مرحلة متقدمة جدا بأسر تحقيق باقتيار رئيس رفيق شهيد ويسام الحسن ويسام الحسن سؤال أيضا من أمير أبو عادل على تويتر عم بيسألك أين أصبحت قضية الشهيد هاشم السلمان وماذا فعل منذ زيارتنا له للمطالبة بعدالة هاشم أعتقد هيدا خيّل هاشم السلمان حق الطبيعي تماما آسف أني أقول نعم والوجوه تقريبا واضحة تماما بعث الأجهزة الأمنية في حدا بكل أسف ماشي على بيض وماشي بسرعة زول حفاث يعني فيه أساس للتحقيق وبرجع أولا لبنانيين مش عم خبي شيء الصور اللي رفعونا يا الأهالي والموجودة صورة كتير واضحة بيجي وقت تماما بتتحدد بين الشخصيات وبيكمل التحقيق يعني ما فيه مهيدنة في هذه المسألة ما فيه ملفات عم تتصور أنا بتصور بس هادن مطيح بالبلد يمكن نكون فيه ظرف غير مؤاتي بالوقت الحاضر عند البعض مش عندي أنا برأيي بتمنى أنه الناس تسرع لأنه إخر شيء العدالة بتعملنا بلد وما فيه شيء بعملنا بلد إلا العدالة نعم والدولة فقط لغيرها نعم السيدة دينة لطيف أيضا بما أنه عم بسأل عن هذه الملفات لإلى علاقة بالتحقيقات سؤالي له وقد عيدنا عيد الأم ماذا عن أم جوزيف صادر وزوجة جوزيف صادر ووليده ألا يحق لهم وللعام معرفة مصيره فتستكين عائلته ويبني المواطن ثقة بدولته 4 سنين صار بوجهة تحية لعائلة جوزيف صادر لولدته ولزوجته ولوليده بقول بيعرفوا تماما أني أنا بالمرحلة السابقة وكبتهم بكل مراحل بمسار قضية ابنهم اليوم من خلال وزارة العدل وكبتهم نعم كوننا ملف قضائي برأي يبنى عليه مستقبلا عندي قراءة أكيد بسترك القضاء يكمل حتى ما يفتكرون أنه أنا عم أسر على القضاء نهائيا بس أربع أربع سنين أربع سنين على غياب بدون معرفة مصير حقه طبيعي يعني ما بدي برر التأخير إنما بقول مفوض أكيد ما كانت تتصير نهائيا مواطن لبناني يخطف هو رأي على شغله بدون أنا برأيي بدون أي زنب تماما ومش من جهة رسمية اليوم الجهة رسمية الحق توقف إنما خطف الأهل الزوجي بتعرف تماما وأهله لجزيف صادر بلجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب بتعرف أنا شو حكيت قلت على الهوى حضرتك أكتر من مرة قلت أنه راحوا بإتجاه الضحي سيارة راح تإتجاه الضحي وقلت معي على الهوى وحطيت مواصفات السيارة شو لونة وشو نوعة وشو جنسة وجزء من لوحتها بس ما قدرتوا تحددهم من صحبة لأنه يوم مدد دورية قوى الأمن الداخلي اللي هي تعقبت السيارة إجوا مسلحين شهر وسلاح عليهم ومنعون استكمال الملاحقة حضرت لواء بتعتقد وسؤال ما في شك صعيب بس عندك معلومات إذا بعده يعني سلامته بعده على قيد الحياة ما عندي معطيات بس قياسا على تجارب سابقة برأيي بدل في إمكانية لأيكون بعضه طيبة إمكانية؟ نعم أرجحي يعني خلينا نقول إن كان أهل عم يحدد اللي عم قوله أنا إنه الزمن منه معيار بعرف حالات مماثلة في فترات زمنية أطول بين هيك وبعدين ظهر موقعه عاكل حال صار فيه شخص جديد معين بما كان وعم بيقوم بمهامه مظبوط صحيح يعني يمكن هيده كمان مسألة بقي جازة لفترة معينة وأنا أكد تماما إنه لو منسمع شؤالة مرته بلجلة حقوق الإنسان برأيي كمان ممكن ناخد فكرة عن مين اللي ممكن يكون خطفوا نعم ماذا عن مسألة يعني كمان بوسط بيروت في كاميرايات الشهيد محمد شطح كمان لحد اليوم أين المعطيات شو صار بهذه المسألة برج لا خلينا بعتقد أنه ما في زاوية مننا مصورة ما في جريمة كاملة يعني ما في جريمة بتبقى خفية للأبد بس دايما بالجرائم الإرهابية القاتل هو بيكون محترف بكل أسف بس بالمقابل فينا نقل له قوى الأمديق اللي صارت محترفة بالتحقيقات بقيت الأجزة الأمنية اللبنانية كمان فينا نوسق بتحقيقات صارت محترفة كله بينكشف كله بينكشف كله بينكشف بعد كل هذه السنوات بعد كله بينكشف تيكنا نقول له أنه بينكشف كله بينكشف هاي جريمة يصرف الحرير لغة كبيرة صار على تصريحك أنه حياة الوزير مش هل سمحة بخضر أنه عندك معلومات في هذا الاتجاه ريان بركات عم بيسألك ممكن تسألي شو صار بملف سمحة المملوك أنا بسألك شو صار بملف بس كمان من أين لك هذا اليوم ما عادت أنت موجود بقوى الأمن كيف بدك تعرف أنه في خطر على سلامة مشال اسميح حوالت في وزير إذا طبيب تقاعد إذا طبيب تقاعد وسألت إذا والله شعره بحرارة بزلعيمي أو أي شيء فرق كتير ما فيه إليك لا في تقارير بتجيك لما تكون أنت بقيادة قوى الأمن ما بتعود تجيك بس نبني شبكة علاقات استعلامية مع أجهزة أمنية سواء عربية أو داخلية أو مصادر معلومات داخلية أو خارجية بدل إنسان على علاقات وعلى صحيحة للمصدقية فيك تقول مين هي مصادر معلومات لا حقا بالأبسي للمهنة ممنوع نقول مين مصدر هذا أول إذا بدك قاعدة أساسية هي بالصحافة من قولة منستعمل بالأمل أكتر بالأمل أكتر لأنه منحكي لحي المعلومات كتير دقيقة جدا حتى لو كان مصدريك لأنه بدك تكمل العلاقات معهم ما عم تقطع الطريق على إمكانية اليوم حل هذا الملف محاولة إخراجه أو حتى يعني بيحقل له أنه يكون يشوف طبيب أنه يكون بالمستشفى لا أنا ما عم قول يشوف طبيب أنا عم موجزه أنا قلت لللبنانيين وقلت بشكل غير مباشر لزوجته أنا وقت اللي كان عندي أدلة بكل الأمن الداخلي على أنه والله هو عم بشارك بجريمة إرهابية كبرى ما تردت بيوقف أنه يوقفوا نهائيا بس مجرد ما تتوقف صرت أنا معني بسلامته بأمنه بس كمان أنا عم طالب كان بمحاكمته حاجة تباطئ بالمحاكمة اليوم لأول مرة معلوماتي أنه فرع مثل ما عملوا بالمجلس العدلي فرعوه للملف بالتفريع بتصور إن شاء الله يكونوا يكملوا بالمحاكمة حاجة بقى نرمي الأمور كل ستة شهر جالسة كل ستة شهر جالسة كأنه عم نهرب منها أو خايفين منها ليه في خوف في ضغط أنا قلت لهم الخطر الأكبر عن توقيفه المحاكمة هي أقل خطر شرفه تفضل لحما ترددنا بالتوقيف ما ترددوا بقى بالمحاكمات ما بني دولة إلا بالعدالة وبرجع بأكد ما بني دولة إلا بالعدالة بس فيه مين عم بتلع يقول أنه في حال فعلا هو نقل هذه المتفجرات أو اللي نوجد معه بالسيارة أنه اللي قضيهون بالسجن أنه بيكفوا ما عامل شي عمليا شو جاب لنا برازة عم تقريون عم تقريون عم تسمعي حلويات مشكلة جيب 24 عبوة ناسفة مع مصرياتهم مع متمماتهم وكان عم يتباحس مع حدا معين ليسلموا إيوه ليأملوا حدا للتفجيع هو الشخص اللي كشفوا هو الشخص اللي كشفوا اللي هو بالقانون اللبناني محمي لأقصى درجات الحماية شو بدك بطلع جميل السيد بقربية فلسفة إنه والله أشرف لي في عم أخر لأنه ميلاد كفوري مسلموا يروح يقرأ القانون اللبناني كيف الدول بتحمي حالة إذا قانون ما بتحمي مصدر معلومات عطاها معلومات لحماية أمنة القومة كل دول العالم تحمي المخبر ينطبق عليه مواصفات المخبر بكل تفاصيل المواصفات بالقانون لا يحاكم لا يستجوب وهو واجباتنا نحمي ولحنا كمان في أكتر من هاي وجميل السيد بيعرف تماما أنا إذا أفشيت سر إذا أفشيت اسمه أحاكم حتى لو كنت مدير عن قوة الأمن الداخلي يوم متى هن يسربوا الاسم أنا لو طلع الاسم مني أنا كمتعامل معه لو في حال إذا طالب بمحاكمتي له حقي حاكمه معالي الوزير الزمن متغير والسياسة متغيرة كل الوقت بتعتقد فعلا اليوم أنه فيكن تحاكموا حزب الله في حال سبت زي فيكن تحموا هؤلاء الأشخاص وينما كانوا موجودين مستقبلا في حال تطورت الكلام حول المفاوضات أنه بحزيران يفترض أكثر الترجحات الملف النووي يكون منتهي هنا لك حاجة البعض بيعتبر اليوم للغرب لإيران ودورة في المنطقة مع صعود التيارات التكفرية يعني كأنه مشين عكس الزمن عكس التاريخ بالعكس حال البعض بيقول أنه حزب الله انتعاش اليوم لإبن فيه من سنة أنه يكون أشرف ريفي ووزير عدل أنه هذا المشنوع ووزير الداخلي أنه اليوم مش ممكن يقبل فيهم لأن البطعه تفضل صار أحسن من سني وشهر مين قال الزخرة أحسن أنا شايف عكس هذا الموضوع بيكفيك بيكفيك أنه يكون هذه المفاوضات متقدمة وهذه هالمواكبة ما بين تيارات التحالف اللي بتقصف ما بين القتال على الأرض وكأن في تماهي يعني بعد ما بدك توقيع الجامع الموضوع جعل لدرجة التاريخ أنا أمني عسكري ما في حدا بالتاريخ طلع عسكري خارج حدوده ولكنت أخرته وأنا كنت نادي حزب الله يا أخوان اللي احنا وياكم وليد وطن واحد سمعوا مني ما ترحوا على انتحاركم وأنا برجع بقول حزب الله وقت لطلع عسكريا خارج حدود اللبنانية أساسا ما قالوا حق يكون معه سلاح على الأرض اللبنانية بظرف كلنا نعرفه تانيما أنه بنهي خلال الوصاية السورية لا في بيان كمين في بياناتكم الوزارية مغطية هذا السلاح غصب لعنا غصب لعنا بس يكون في عنا إمكانية كدولة حنقول لكل العالم ما في سلاح غير السلاح الشرعية وهذا اللي عم نادي فيه لازم نوصل لأي يوم ما يكون في سلاح إلا السلاح الشرعية فقط لغير أي وضع آخر هو إذا بدك تخروج عن كل القواعد الطبيعية وكل القواعد القانونية للدول مشان هيك برجع بقول حزب الله هي الغلطانة عفوا إيران رح تدفع ثمن مغامرتها وقت لحض يعني صدرت الثورة خارج أراضية الكلم نعرف تمام في بداية حراك بالجنوب إيران بما يسمى الأهواز أو الأحواز وفي حراك لأهليهم بالخارج وذكر كل اللبنانيين أول ثورة خضراء يعني ما قبل الربيع العربي تحرك الثورة الخضراء بإيران بس خلينا نقل لك تحركت ثورة خضراء على صعيد كل الأراضي ومن بالنهاية كما عمه بالأول قمعت وانتهت وليوم ما في شي بدك تقل لي بعض العرب عرب الأهواز بدون يأثروا في هذه المسائل يعني يقمعون بأكثر بكثير في محاولة ترد على إيران إنه إيران تستخدم الشيعة العرب ضد أحيانا أنزيمتهم ودولهم في محاولة ترد منه صراع مذهبي الشيعة العرب برأيي ما بيختلفوا عنا بالموقف نهائيا لكل منعرف تماما مرجعيتهم بالعراق منا بإيران نهائيا في ناس حسب من بيولي يعني وين حسب لا لا في مرجعيتهم في قوم وفي بتصور في يراهن على الشيعة العرب اللي احنا بدنا نكمل اللي احنا ويعني مش صراع مذهبي بمعنى المذهبي البحث هو صراع أنا برأيي قومي مغلف بشوية مذهبيات في صراع قومي عربي ايراني اليوم عربي فارسي كل عمريكين نسموها الشعوبية هي يعني صراع العربي الفارسي الشيعة العرب اللي احنا اليوم فرد محور فرد ضفة المشروع الايراني نعم لحنا بوشه تماما وين بفرد ضفة معالي الوزير بالعراق باليمن بسوريا بلبنان وين فرد ضفة اليوم صراع مذهبي صراعية الشعية برأي واحد ما مصراع مذهبي بالمعنى يعني المعمم اكيد اليوم اقلية بتصور صوتهم شوي صغيرة خافت باعتبار فيه هيمن الاسلاح الايراني للايمكنية المادية الايرانية بس اخر شي بتشكل نواة للمستقبل بس هلأ المستقبل رفع عقوبات عن ايران المستقبل متل ما عم بينحكها هو بالعكس تشريع هذا النفوذ ربما ويعتبروا انه هذا نفوذ مؤاذر لنفوذ اخر ما بده يروح له دمه بس بده يتخلص من زاهرة التكفير بيستخدم الايراني في هذه المسألة فيه كأن المستقبل الى توسع ايراني مش الى الحزن طلع برات حدوده عسكريا اللي كانت اخرته بعطيه مثال الكل اللي بيعنا عرف تماما المثال هتلر اللي اكيد برأيي اذا بدك تعمل المقارنة بالقوة العسكرية بتصور مانا كتير المقارنة متناسبة هتلر توهم احيانا بغرور القوة تصور انه بده يطلع سقطة اول دولة بوشو تاني دولة وثالث دولة ورابع دولة وقبل سقوطه النهائي كتالناس تهلله وتزقف له فجأة سقط لانه بس توسع ان تشارك بقدرات عسكرية محدودة بيكون اللي عوض بسلامته بس فيه كمان وراتوريات قعدت 400 سنة و300 سنة وكانت محتلة يعني كانت من قومية الايراني مش عم يقرأ تاريخ ولا عم يقرأ مفعول الديموغرافيا ولا تجارب التاريخ شاناك انا بتصور وهم الايراني انه في مد نفوزه ومحل ما مد نفوزه قلي لي وين حسن باي محل بيقدر يتحكم ببقع انما ما في يحكم هالبقع هاي نهائيا وانا مسؤول عن كلامي كعسكري وبقول ايران نعم ارتكبت الخطأ استراتيجي التاريقي وراح تدفعتها منه غالي جدا حضرتك كنت بزيارة المملكة العربية السعودية شعرت انه هنالك ما بدي اقول مبادرة عربية بس تنسيق عربي في خوف في توجس من هذا الدور بمهمة محدودة انا كنت عم شارك بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد انا رئيس الشبكة العربية لتدعم لتدعيم النزاهة ومكافحة الفساد رحت بدون اطار هالي المؤتمر وما شفت حدا غير الشخص على الحرير فقط ما شفت عم لا ما شفت عم نحكي لانه ممكن بعد يترجم كلمك انه هذا اليوم جو صعود هاي كرأتي انا ما بدي انسب شي لحدان هاي كرأتي انا وعا كل حال هاد الكلام اللي عم بحكيه ما كنت عم بحكيه شي مختلف عنه سابقا بس ما عندك تواجهس هيك من اللي عم بيصير باليمن مثلا الوصول على ابواب عدن تقريبا يعني لح يصير اليمن كله بأيدي الحوثيين بتصور الكل برجع بقول نبني على تجارب التاريخ ما احدا فات على اليمن وطلع الا بسمة بدا هو الاهل البلد هو الاهل البلد ما انهم الاهل البلد مدعمين لا مش قدرات اهل البلد لا قدرات ديموغرافية ولا قدرات عسكرية لا قدرات مادية لكل منعرف انه الخبراء ايرانيين وكله خبراء ايرانيين تواطق معا علي عبدالله صالح كفري لانه كان نائم باعتبار اخرج من السلطة بتصور فلنحكم بمرحلة متقدمة عنها التجربة هاي اليمن ما احدا فات علي نهائيا بالتاريخ الا ما كنت اخرته لم تكن ابدا اخرى ساعدة الا مقدرة بس الجو السعودة تجاه لبنان هل شعرت انه يعني قلت اللي ما شفت الا الرئيس الحريري استشفيت من الرئيس الحريري انه هناك اهتمام الكل يقول انه الاهتمامات اصبحت اليوم في اليمن في البحرين في العراق في سوريا لبنان من يخلي مظلة الاستقلال معنىش خلي اقول لك كله لبنانيين وقت لي اجا زيارته الاخيرة شيخ سعد الحريري كنا كشماليين اجتمام معه تماما واجا بجاو انه السعوديين نعم طلبوا منه وحضر جدول بكل احتجاجات الشمال بشكل خاص واترابص بشكل خاص لانه بالنهاية بدون يرجعوا الاهتمام بلبنان الاهتمام استراتيجي ما قدم للجيش اللبناني اللي بيعني انه السعودية تنظر استراتيجيا الى لبنان وبرجع بقول ما قدم الى لبنان غير مسبوك بالعلاقات العربية العربية مش بس لانه كمية كبرى للجيش اللبناني كمان لانه الجيش اللبناني انما لانه للدولة اللبنانية مش لفريق لبناني انه ما عطت السمنة فقط غير مثل ما بتعمل ايران عطت الدولة اللبنانية نعم قد يكون في حدا ننتقد تاكتيكيا بس استراتيجيا هذا خيار صحيح لحنا عودتنا للدولة لحنا كل عمرنا رجال دولة سواء نقدم لانه هوية قومية او هوية دينية او اي هوية لحنا هويتنا وطنية بدنا الدولة اللبنانية ذكرتني بكلام الوزير سليمان الفرنجية اللي كان عم بيتغدى بطرابلوس هلا كلامه عنك والمقارنة بينك وبين الوزير المشنوق ودائما انا كل حال بيحبه يا يحطوا اسفين بينتكن يا يقارنوا بينتكن قال انه حضرتك من الدولة الى الشارع وهو اطلع من الشارع الى الدولة كيف شفت هذه المقارنة؟ يعني سعتلي الانسان يبينتظر الشهادة منه من شيء انسان هيك مش معلم علمي الكل بيعرفوا تماما انه وقت لي قتير اسرفي الحريك كان هو الموقع المسئولية المباشرة كان هو وزير داخلي كان وزير داخلي ما عمقول وأدلب معلومات دقيقة قال هو فوق الارض قالتو تحت الارض أدلب معلومات دقيقة جدا هاي بيحددوها الخبراء هاي بيحددوها طلع معوحك انا مش ناطر شهد اسلاميان فرنجي انا حريص على علاقة ترابسية صغرتوية انا حريص على تواصل ترابسية صغرتوية بس اسلاميان فرنجي من النموذج اللي بيعنيني يعني اللي بياخد خير استراتيجي لكون لجانب بشار الأسد صحتين عقل بشار الأسد واللي بيكون منه خريجي السوربون معلاش مش ناطر الشهد توالى في كتير مش خرجين حتى جامعات يعني هدا مفتفنا من هنا الناس بهدا المسائل هو بنهاية في مقسم أسات عائلية كتير كبيرة اللي عاش الله يرحمه شهده هو هو شهيدنا ويسان الحسن عدة مرات مش هنيكت المر ماضي أنا واجهت له إذا بديك هيك نجزش خوي زيلي مش نجزت تهمتوا بسلاح تهمتوا بسلاح ومش كانت عم بفتريه هو بيعرف أنه وين عم يمروا السلاح اللي كان عم يجي عطرالوس ولحنا منعرف تماما بس آخر شي ترابس وزغرتوية أنا هون بحرص أني أنا ترابس وزغرتوية أنا متواصل أنا وزغرتوية حريفنا شيخ ميشيل معوض اللي منحيي تحييه كبرى لأكد أنه لحنا ترابسية وزغرتوية يعيشين سواء مع بعض البعض بس حكما أنه مش بيخياره مع بشار الأسد ولا بيخيار أنه هو يعود يقيم بس يكونه بمستوى علمي عالي جدا فليقيم معا الوزير شو هالعيش اللي عايشينا مع بعض اليوم منشوف أنه بالفرعة الثالث إدارة الأعمال بتعين أول مرة مدير مسيحي بتقوم لأيامي تاني مرة مديرة مسيحية كمان بتقوم لأيامي على أساس مذهبة صرف صعار مذهبة طلع يعني من الطلاب الكل شفوه إنه ما فيه غير مسيحي ما حدا حكي لا عن كفاءتون لا عن درجة تعلمون فقط مسيحيين لا شك يعني أي طابع لهذه المدينة عم بتخلوه أو عم تحفظوه حضرتكن لما تفوتوا بهيك معركة بغض النظر من جاركو ممكن نفت على المعركة أنا لم أعلق على شيئا إياً أنكت عم تواصل مع وزير التربية وبحيية تحيية كبرى لسببين أساسيين وبين هلالين يعني سبب الأول وجهته له تحيية على طاولة مجلس وزراء بدير عمار باسم الشهيد وسام عيد الله يرحمه وجهت تحيية وأصريت على تجيل التحية لأله وأنا متواصل أنا ويهت تحية تانية طريقة حله لقصة الجامعة لإحنا ملنا مذهبيين ملنا طائفيين لإحنا وطنيين كيف بدنا نفسر لني الوحيد اللي كان موقفه ما في سعار مذهبي يمكن بالمدينة هو الوزير فيصل كرامي طلع بيان كتير يعني لا كان محطوط نسمه البيان سحب حاله أنا أساسا حقيقة ما علقت ولا مرة نهائيا أنا على تواصل دائم مع وزير التربية وبيتصور الحل اللي عم بيلاقيه لإحنا نعم بدنا توازن مذهبي وطائفي على المستوى العام اللبناني مش عم سوى ترابوس ترابوس بالنهاية هاي مدينة وطنية مدينة للعيش المشترات نعم نحنا مع التوازن على المستوى العام كله سوا بس بدون ما نفوت عزواريب هون وهون ليش تظهر اتفاقات في إدارة الأعمال بترابوس إذا المسألة اللي علاقة بكل البلد بمفروض إن عمل في حالة افترضنا سلمنا جدلا إنه هذا التوازن شغلي كتير أساسية ومهمة ومساقية على المستوى العام تاك بده أفتريت ذلك ليش ما تتظهر بترابوس مطرح ما فيه إشارات لهذه المدينة كل الوقت وحضرتكم تطلعوا لا تقولوا لا فيه كرار استفزت ترابوسيين بكل أساب بس أنا كنت علاشته الطريقة تانية مثل ما عملت حكيت مع وزير التربية وزير التربية حكيني ما عمل إحنا على المستوى العام هو ماشي بهذا الخيار بيعمل توازن على المستوى العام نحفظ إذا بديك حقوق كل المجموعات تماما بس هاش بقى نددل لترابوس بهالزوريب الصغيرة ترابوس مدينة للعيش المشترك للمستمدى المسيحي للسني والعلاوي والشيع والدرزي لكل العالم وما نفوتها على زوري تعتقد الرئيس ميئاتي هو اللي جر طيار المستقبل إلى هذه المعركة مين اللي أخذ الثاني؟ مين أخذ الثاني عليها؟ فيه احتقام بجوه معين فيه قرار خاطئ تخذ بشكل استفزازي بس برجع بقول هاي المدينة منا مذهبية ومنا طائفية ولا لازم تكون مذهبية ولا لازم تكون طائفية لحنا لازم نخلص أنه يكون لدينا بقع جغرافية أو مناطق على قياس الطوائف أو المذاهب فنكون ولائنا إذا بدك ارتباطنا بالوطن كوطن كله سوا كانت خطأ بحق ترابص اللعبة اللي صارتها بس يعني حلفائك أصدقائك وزراء معك يعني عم بستغرب أنه حضرتك أنا عم تنقب نفسك عن هذه المسألة اللي هي ترابصيا يعني إخذك لا لا أنا ما فوت علي بالشكل صارت أبدا نهائيا لحنا جزء من هذا الوطن لحنا مع التوازن على المستوى الوطني بس ترابص حاجة نفوتها على زوري بصغيري ما بقى تحمل الدخول على زوري بصغيري فليحقق التوازن مثل ما عم يعمل الوزير التربية حاليا بس عندك فكرة شو صار اليوم بالغدا اللي جمع الرئيس ميئاتي مع الوزير الفرنجي ومع أبو عبد كبارة منت المفهمت ومعلومات ووزير فيصل كرامي ما عنديش معلومات لا ما عندي معلومات شو صار بينتهم بس ما المسألة هي مستعلقة بالجامعة أنت في أكتر من ذلك برأيها ما عندي فكرة لا أنا ما عندي فكرة أنا على تواصل مع وزير التربية وأنا بوجره تحية الخيار اللي أخده أو المسار اللي أخده برأيي مطمئن بس رئيس الجامعة هو يعني عنده قرار في هذه المسألة مستقل وعنده صلاحيات هو وزير وصاية وهو عنده دور وطني حسب معلوماتي أنا من رئيس الحكومة ومن رئيس مجلس نواب بهذا الاتجاه لتصحيح الخلل اللي هو موجود لسفز بعض الناس التمديد للعسكريين تسوية فضل شاكر ما حكي عن هذه التسوية وعن علاقة إليك فيها أو زوج اسمك باكدة فيها خلينا نتركنا بعد الفاصل أيضا مرقاب طرابلس والشؤون طرابلسية أخرى بعدها الفاصل نعود إلى هذا اللقاء المباشر من طرابلس سمعلي الوزير حضرتك أطاعت لما كنت مدري عام قوى أمن بمسألة التمديد اليوم عم ينحكى بتمديد للعسكريين في وجهتين نظر وجهة نظر بتقول لا الموجود لازم يبقى ويتمدد له في وجهة نظر بتقول لا في مجلس خزراء بيقدر يعين العماد مشارعون طبعا مع وجهة النظر هذه ورافض لفكرة التمديد العسكريين شفنا بتجربتك مش الحال استلم اللواء بصبوس وكان فريط الحياة ومضبوط يعني هذا الطبيعة يصير هل تؤيد هذا التمديد أم لا؟ أنا بالمبدأ ضد التمديد ما نسويك بنفسه ما ظرمك أنا موقف مبدأي ضد التمديد بس بيقوله كم بدك تمدد حضرتك لا أبدا نهائيا أبدا؟ هيا شاهد إن شاء الله بيرجع بالسلامة الرئيس فوق السنيورة تلفلي مرة أنه أشرف بدي شوفك مريت عليه كانت قبل ثلاثة شهر ما أخلص أنا ولايتي أنه أشرف بدي أحكيك بقصة مبدأيا التمديد أنه تعرف أنه أنا عندي موقف مبدأي تقوله دوت الرئيس أبما تكمل أنا مع موقفك المبدأي قال بس أنا ضد التمديد تقوله أنا ضد التمديد مشانيك ما تعزب حالك أنا ضد التمديد أنا بواحد أربع ألفين وطلعتنع عشر بخبص يا دوت الرئيس سأؤدي التحية للعلم وبسلم الأماني وبغادر أنا واقف ولافع رأسي على بيتي بس أنا حكيك كان في مفاوضات معك حول هذه المسألة بلا صحيح مضبوطا بلا فكان في حوافز ما لا قبل الفترة معينة قبل الفترة معينة محمود الحيك قصة الوزير بطرس حرب كانت بعد مصر الزمان محاولة اغتياله إحنا أكيد لأنه ساوم ولأنه هادم بأي ملف أمني نهائيا أجمان يقول أنه بالنهاية بوقته يعني أنه إحنا بتعرف ما نحبك ومنحترمك وإحنا بدنا نكمل مشوار اللي إحنا وإياك عنا قصة محمود الحيك هاك 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 هنجب لك فيها صباحا هنجب لك فيها الصباح وبرتي بعض الظهر بتسلمنا إياه عردوا يجبوا لك الصباح وتسلموا بعد الظهر بس من العرد؟ ما بدنا نسمي أسمي لكل الناس اللي أولواني بيعرفت بس بدون ما نسمي أسمي احتراما للجلسة فترة توفيقي لا احتراما للجلسة اللي كانت بس لا بس إذا حبيبي أنا بعمل تحيئاتي بكل موضوعية مثل أي قضية إذا سبت معي إنه بريء سأعلن بكل جرأة برأته سبت معه إنه مدين وبس بدي أخذ وقت الكامل سبت معي إنه مدين سأعلن إنه مدين هذه بس ما قلت لهم مثلا لأ يومين ثلاثة مجي مقبلت وقت الكامل للتحقيق بس أصل لقناعة نهائية إذا قناعة نهائية إنه بريء نعم عندي جرأة أطلع أقول أنا أشهر في ريفي بقول فلان لفلان يبريء بس فوتت فرصة إنه يكون يعني صيد ثمين موجود بين إيدين الأجهزة الأمنية والتحقيقات ما فيك تساومي بالعدالة نهائيا هذا موقف مدقي بالحياة أنا لا أساوم بأي ملف تماما مثل ما الكل بيعرفوا تماما أني أنا أصريت أني على تكريم ميلاد كفوري اللي بيعتبره ببطل وطني على تكريم ومخلال زوجته قبل بأسبوعين جميل يقول لي أشرف عم تروع على حالك يمكن إمكاني التمديد تقولي حبيبي أنا بواحد أربع مغادر وأنا أؤدي التحيي أنا مبدأ لحالي وأنا بالمبدأ ضد التمديد ماذا عن التمديد للعسكرية نرجع إلى القضية الأساس؟ أنا بالمبدأ ضد التمديد حتى عم نحكي عن قائد الجيش جمعي أنا بالمبدأ ضد التمديد يعني موقفك بيتقاطع مع العماد ميشيل عون في هذه المسألة؟ أنا ضد التمديد شو بتعمله يعني بالنهاية أنه مرد الدين لمجلس نيابي ما في رئيس زمهورية شو بتعمله؟ أنا بالمبدأ بقول أنا مني مع التمديد لا للمجلس نيابي ولا لأي مسؤول مما كان يكون فيه بالإسلام قول هيك من أروع ما يكون محمد صلى الله عليه وسلم راح وما تعطلت أمته ما تتعطل أم إذا راح فلا أشرف ريفي أو فلان أو فلان بس في وجهة نظر ورئيس ميشيل السنوية من وجهة النظر هذه أنه اليوم قائد الجيش بيكون بعينه أو يفترض أن يكون قريب من رئيس الجمهورية طرح ما في انتخاب للرئيس الجمهورية مش مفروض المس بهذا الموقع أو فرض قائد جيش جديد على رئيس الجمهورية بعد لم ينتخب مش معروف مين لحي يكون ما بتلاقي إنه هاي دي وجهة نظر يعني بمحلة بمحل في عدة كل هذه السنوية أنا كل أمري مع مواقف مبدئية أنا أقرب للمبدئية مش للمصلحيين وبرجع بقلك إذا دولة مش قادرة تلاقي خيار إلا خيار استثنائي برأيي وضعها أكيد يرسلها بمجلس وزراء شرحت عملوا بهذه المسألة برأيي ما رح تطرع مجلس وزراء كيف؟ بالنسبة لمدير المخابرات أوكي صلاحيات وزير الدخلي وزير الدفاع حل المقترح إنه الوزير هو بيوقعه مش لن أسأل بس أنونية هاي دي وإذا سؤلت أنا عم أولى على الهوى أنا ضد التمديد لميم مكان يكون للمجلس نواب ضد التمديد لألي على نفسي أنا ضد التمديد لا عم نحكي عن القادة العسكريين عم نحكي عن القادة الأمنيين أنا ضد التمديد يا لحنا فعلا في تداوى السلطة وفي دولة بتاخد قراراتها حسب الأصول وتحمل مسؤوليتها بس أنا ضد التمديد في مقايدة مثلا أن يكون اليوم العميد عماد بن عثمان هو مزيد عام قوى أمن ويكون بالمقابل بالجيش موجود حدا مثل ما حدا في عم المقايدات خارج إطار مجلس وزراء تعيين مزيد عام قوى أمن داخلي تعيين قائد الجيش بده مجلس وزراء تبحث بمجلس وزراء ما حدا في عم المقايدات برانية بس ما عم تسمع عن كلام من هذا النوع بلا بس أنا حسب معلوماتي أنه راحين بخيار تمديد آسف نقل لك وزير داخلي ووزير الدفاع راحين بخيارات أنه بقرارات من وزير داخلي ووزير الدفاع بطريقة مثل ما صار مع بيئة الجيش طيب استغربت أنه طلع عماد مشالعون وقال أنه منسحب الثقة من وزير الدفاع كان في اجتماع عم باريح لنائب بس كان في اجتماع يعني لنائب اللي هو نائب إبراهيم كانعان كان موجود مجتمع مع وزير الدفاع يعني كيف تفهم ذلك في السياسة وزير الدفاع ما أنه نائب صحيح اللي يسحب الثقة هو عفا بمجلس نواب يسحب الثقة منه إذا فيه يكون أغلبية فيه يطرحه نعم بس وقته موقف سياسي نحن منسحب الثقة مش مفروض إذا زحبنا الثقة من التبعات ما نجتمع مثلا معه بشانك عم بسأله في هذه المسألة فيه تغيير ما عم بسير ما ترجم أحوماد دولتني سوى مبدئيا للواء محمد الخير لمدير المخبرات مضبوط ورجع عم لقوله أنه رجع كمان يعني شخص ممثل وازم في تيار الوطن الحر اجتمع إليه مفروض أنه تياره ساحب الثقة هذا اللي عم بقول بالسياسة شفتها غلط فاقعة هو عم يرفض التمديد لأنه عنده غاية محددة أنا عم برفض التمديد لأنه أنا بالمبدأ طب التمديد الغاية المحددة برأيك هو إيصال جنرال شامل روكوز وكل بشيد فيه للجنرال شامل روكوز وأنا بشيد فيه للأمان الزلمي محترم جدا نعطيه حقه يعني نعطيه حقه الزلمي محترم حقيقة بمسألة رئيسة الجمهورية بدل شايف في الأفق يعني عم نحكي بتمديد لأيلوله ولغيره كأنه مكمل الأمور سني وأكثر ما في رئيس جمهورية محدد في الفترة الزمانية بس حقنا ضمن المدى المنظور منا شايفين أنه رئيس جمهورية برؤية الحاضر على نار حامية لا شك برجع بأكد موقف أعلنته سادئا لإحنا ارتكبنا جريمي بحق الوطن وقت لما انتخذ درق الجمهورية بتاريخ الاستحقاق بالزمن الاستحقاق ارتكبنا جريمي بحق الوطن وبحق شركتنا الوطنية اليوم بس ينتقص من موقع خاص لألي بتصير سائرتي وبنفس الوقت لازم يكون عندي حمية تماما بس ينتقص من موقع لشريك بالوطن لازم يكون عندي نفس الموقف هو ذاته بس برأيك شو الظرف اللي بيخلي انتخاب رئيس جمهورية لانه عم ينحكي كتير انه اسهم العماد ميشيل عون مرتفعة جدا في هذه الفترة ما في اسهم لحدا انا درعيمة البورصة من الوقت اللي هي البورصة بعده مسكر او ما كان البورصة بعده مسكر يعني اليوم في حدا عم يحكي باسهم ومحل البورصة مسكر حضرتك مع رئيس من اي من اي نوعية رئيس توافقي رئيس قوي حسب التوصيف يعني لشحبه وانه عنده انا مع رئيس يعيد الدولة لتكون هي سائدة وحدة على الارض اللبنانية فقط لغير مين؟ على من تنطبق هذه المواصفات اليوم؟ اكتر بـ 14 ازار تنطبق عليها المواصفات بس 14 ازار انا مع خيار 14 ازار لهن برأيهن الاستقلاليين ما عندهم انتباعية مثل الفريق الاخر كيف رأزرت الى اللقاء التشاوري لدى الرئيس سليمان ورجع اجتمعه طبعا لدى الرئيس الجميل كيف كانت نظرتك؟ وجلوا تحية كبرى للرئيس ميشيل سليمان اللي انا التقي معه بكتير محطات او عنوين كبرى للعودة للدولة للوطن حقه كفريق سياسي كوزراء سمعهن هو يدلوا على تشاور هو وحزب الكتاب بس طبعا هادي اجيت رادي تفاعل على قلية عمل مجلس الوزراء وانه البعض شعر انه في عزل انه الكتل الكبرى بتقرير لا يسمحونا فيها بينما انت جزء من الكتل الكبرى تعتبر ما هيك؟ حتى لو كن جزء من الكتل الكبرى طب فيه كيان للاخر انه بس الكبار انه بيحكموا شو مثل مجلس الامن يعني انه فيتو بنعطى بس للدول الكبرى فقط لغير طب فيه دول اخر شيء يمكن يكون عندها حق وعندها منطق اذا لحنا هذا البلد ما عنا اغلبيات واكسريات هذا البلد المفهود الحق اللي بنعطى بنعطى بالمنطق المتساوي مع الكل تب لين حكى عن امتعاد من طيار المستقبل من هذا اللقاء التشاوري؟ ما سمعته انا انكتب باكتر من وسيلة اليوم انه هنالك امتعاد نعرف طيار مستقبل وشيخ سعد حرير نعرف تمام الحقيقة عنده احترام خاص لفقامة الرئيس رئيس ميشيل سليمان وما بتصور حدا نعبر عنه نهائيا اعلان بعبدة بعده موجودة على الاجندة لان رئيس سليمان حكى عن عتب لديه كأن فيه تخلي عن اعلان بعبدة لا حاليا اكيد في حدا عم يحاول ليطمسو بس سيذكر التاريخ للرئيس ميشيل سليمان احدى انجازاته اعلان بعبدة وانا بتصور سيكون مخرج من المأزك لللبنانيين اعلان بعبدة اللي هو بيحيد لبنان عن صراعات المنطقة الكل اللي بنعرف تماما بالأدبياتنا المقالة اللي عم نحكيها كلنا بدنا نحيط حالنا عن حرائق المنطقة اذا قد يكون اعلان بعبدة هو مخرجنا بلحظة معينة مسألة الحياد اللي ممكن مسألة الحياد يرجع يلم البلد في حال انا بتصور مشانا يقول للرئيس سليمان حتى لو كان في حالا عم يطمس حاليا اعلان بعبدة انا شايف قريبا جدا سيكون مخرجنا اعلان بعبدة وسيسجل للتاريخ انه بفترة حكم الرئيس ميشيل سليمان اقر اعلان بعبدة مع الوزير في تسوية بالقضية اللي صارت معروفة بقضية فضل شاكر انا لا ادخلت فيها لا من الالف ولا من الياء نهائيا وزوج اسمي بالهام روجة اللي صارت بكل اسف بتوجه اكيد لا امه للشهيد بتحييه كبرى الله يرحم ابنك كان مفهوض تحفظي شهادته عن مستوى الشهيد ما تدخلي عزواري بالزيرة هذا المشهد اللي صار لهو بكل اسف او حالي بمشهد يعني لو بعد في بيجو 504 بل ما كنا شيفه مخابرات السورية كنا شفت لونة اورانج وعليا صوتين لمسؤول معين ما بدي قول مين هو معوليته الحادث ريبان هذه النكتة يعني كتير فائعة الصورة عيب بس نحنا عم نحكي عن هالي الشهداء حرام تنزل ايه انا بقى ارجع بقول بقدي التحية لشهدته الله يرحمه لكل الشهداء الجيش الداني عم تحكي عن الملازم اول اللي امو كانت موجودة ايه انا اكيد بشد ايدي على ايديك بقليك الله يرحم ابنك انا زابط بعرف انا بعرف اديش قيمة الشهداء خلينا نكون شهداء نهو عمصة والوطن مش على اللعبة الصغيرة تميما هالقات كنت فائعة الصورة وهالقات كنت نافرة وطنيا الصورة لا طليق لشهداء بس خلينا لك هاده اللي ام انا حاكي معه وما في شك انه مثقفة وعارفة شو عم تعمل بس هؤولي كل يوم بيسمعوا كلام واوقات بعض التصريحات اللي بيستشفوها منكن بيخافوا بمحلة معين انه يكون الجيش منه محمي ظهره مسألة اليوم قادة المحاور وغيرها وتهموك في هاده الاتهام يعني جسمك كان لبيس في هاده المسائل لدرجة انه ما فيك تلوم اليوم اهالي هؤلاء العسكريين اذا صدقوا بروباقاندا موجودة وانتو مش عم بتردوا بشكل لازم ومثل ما لازم ما قد عموش مضوع فتر شاكر ما تدخلت فيه لا من الاول ولا من الاخير ليه لان ما طلب حاولي تواصط ولا شيء ولا شيء نهائيا زوج باسمي زوج باسم الرئيس سانيورا زوج باسم شخصيات اخرى سيدة بهية شخصيات اخرى ما اللي علاقة بالموضوع نهائيا واسف انيقول كان فيه اذا بدك يساءة لشهادة الشهداء برجع اللي بشد على ايده لانمو للشهيد وبقول لها انا اقدر شهادة ابنك انا ضابط اخر شيء اقدر شهادة ابنك بس رجاءا خلي شهادة على مستوى الشهادة على مستوى الوطن مش على مستوى اللعبات الصغيرة طيب بس طلع فضل شاكر على البي سي وقال انه انا يعني ما عملت شيء بالمفهوم الامن سلم حاله للقضاء سلم حاله للمحاكمة سلم حاله للمحاكمة وما في خيارتين اللي يروح على المحاكمة يعني اذا عنده ملاف بيروح للقضاء حسب الاجواء اللي طلعت كيف بدي سلم حاله اليوم بعد ما شاف انه فيه هادي رح فيه الرأي العام اللي صار فعلا اليوم بخاف الواحد لما يكون فيه قضية هالقد بتتسيس او هالقد بيصير فيه رأي عام ضاغط فيها بيصير حاسس حاله انه لأ شو ما عمل القاضي بده يضبحني لان بالنهاية راح الامور شعبية بهذا الشكل كيف بده يسترجع يعمل شيء غير اليوم ده صاره هو فارغ من الوجه العدالة انا ما عنديش مضمون الملف تابعه لانه اخر شيء ما كالملف عندنا كالملف عند الجيش ما عندي مضمون الملف تماما طيب هاد الوقت عم يموت هيك وانا بعرف اذا واحد هرب يعني هربان من وجه العدالة قداش بيعيش دوامة كبرى يسمع مني يسلب حاله للقضاء يحط محامين مرتبين جدا حتى لو كان فيه ضغط رأي عام عنده محامية قريبة من حزب الله يعني السيدة ميل خانسة سيدة ميل خانسة كفوقة واخد ملفات كبرى جدا فيه وسقفية وفيه كلفة معل الوزير بالزمنات عمر بكري حضرتك قادرة طلع من السجون كان فيه كمان عنده محامي كفو نائب في حزب الله مظبوطة أو لا استاذ نواري الساحلي طلعوا يعني الناس بتعرف بلبنان انه فيه احيان معينة فيك تطلع الناس من القضاء ما عم بحكي بس عن حزب الله نفس الشي ممكن تيرى المستقبل يكون عنده هذه السطوة أو المونة خاصة اليوم وزارة العدل معه ما عم نفس الفعالية حتى مع وجودك على رأس وزارة العدل بالوقت اللي زرت أهالي التباني بعد الأحداث الأخيرة أكيد زرتن وبواجرن تحية كبرى وحييتن على موقف انه نحن نعم نتشرف كتربصيين انه لم يسقط ولا شهيد الجيش لبناني بالتباني ولا جريح الجيش لبناني بالتباني مع كل عنف الليلة ونحن معكم تماما إنما بالنهي نحن خيارنا الدولة بتباني جمالا يعني بدنا نروح على القضاء وعلى الدولة اللبنانية فنفس الشي عم بتقول وين ما كان روح على القانون ويوم متى يغطلهم تماما اللي بينتظر من أشرف ريفي إنه ينزع كل تأثيرات ثلاثين سنة من الوجود السوري في لبنان بتلبت شر بيكونوا بغلطانة كتير يعطونا وقت لعم نحن عم نخوض معارك استراتيجية لإلغاء القانوني اللي بمجلس وزراء لوسائق الاتصال اللي بكل أسف منة قانونية كان برأيي قرار استراتيجي ويسجل للوزير نهد المشنوق اللي هو فضل كبير فيه هذا ولحنا إذرناه تماما إنما بنعرف عمليا هاي معركة نضال طويلة بدنا نكملها للأخير إذن في محلة معينة بيعرف تماما إنه بالنهاية ما في مصداقية أو ما في موضوعية مية بالمية بس نحن عنا معركة لإزالة كل إثار المرحلة السورية بعض الموجودين لحد هلأ بالسجون بيقولوا إنك تخليت عنهم أو بيتهمهم مش حضرتك نمكان مباشرة فريق معين إنه ضحى فيهم بالعكس بالعكس لحنا طرابلس أنا قلت حتى ما سمي حدا آخر إذا كانت أمن طرابلس يتطلب أشرف ريفي أنا مستعد أقدم أشرف ريفي لأمن طرابلس إحنا كنا بحالة نزف دائم بحالة رد اعتداء وكان في اعتداء علينا إذا أمن طرابلس اقتضى أنه يضحه بأشرف ريفي أنا كنت مستعد أن يضحي بأشرف ريفي مين اللي نزع الفتيل أنتو أو الطرف الآخر لأن مش معقول 23 جولة بهذه الشراسة تنتهي بلحظة كأن معايت في شيء أنا مثلته هيك بشكل واضح لحقيقة طرابلس كنت معارك حمد شارع سورية وشوية شوارع فرعية فقط لغير أنا بفهم كان عسكري إذا عملت لي خطة أمنية أولى وما نجحت فيها بتعني خطة أمنية تانية بس تعني 13 خطة أمنية يعني في خلل بمحل آخر في خلل كان بالقرار السياسي لديكم؟ لا لدي اللي كان عنده القرار السياسي بس أنا بيقوله أنه عندكم أنتو كان استيس حدوني الشريف بيقول من كم يوم أنه كان مطلوب إسقاط بقاته في هذه المعارك لا 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 بالعكس الحقيقة نحن يقرشي وملاد الدولة ونلجأ وأكبر دليل أحوال شيك سعد الحرير اللي هو يكسب اللي عنده الأغلبية السنية سمية اللي هي طائفة رئيس الحكومي وقت اللي كان بكل أسف نعمل أول مشاورات كان هو الأغلبية معه أجلت أسبوع بإجراء غير قانوني تركبت وبعدين خضع لقرار الأغلبية وأدت تحية وما كان سألين على مركز نهائيا كان هالأد وطني بهذا الموقف مشاناك نحن نخضع لقرار الأغلبية يعني أحمد قول حضرتك انتهت هذا الجرح انختم لأنه الفريق الآخر قرر بيسحب رفعة عيد وعليا في عدة عوامل في عدة عوامل اضطرار حزب الله ليهدي الساحة الداخلية منقول بالعسكر أنه بقعت الانطلاق تبعته كان بحاجة لأنه تكون مهدي لا يقدر يقاتل بسوريا نعم ولحنا كنا غير مهادنين بالعملية بتعملوا عدالة بتعملوا عدالة على الكل لأول مرة بالطريق نتمكن من إصدار مذكر التوقيت على العيد وبرفعة عيد سابقا كانت مستحيلات هاي لأنه بالنهاية ما كنا مهادنين كان بدنا أمن المدينة ما بدنا كان بس التوقيت مثل ما عم فهم منك هو على وقع ذهاب حزب الله إلى القتال في الخارج بده يهدي في عدة عوامل ساعدتنا ما بعض إذا بيقول دكتور مالك الشعار مفتي ترابلس والشمال بيقول بأحد المرات بيقول أنه كان مطلوب تأجيل لبعد انتهاء وليت رئيس سليمان تم تعتبر يعني تحتسب شو هي إنه إيام لا أمانة لا أمانة إذا بديك أنا بتصوير حل المسألة الموجودة اليوم ما بين التباني وجبال محسن إنه كانت قبل ذلك أوانا أن تنتهي إنه تم تأجيلها لبعد انتهاء الولاي لا هون تضافرت عدة نقاط أو عدة أسباب اللي هي خرجت الأمور بس من أهم الأسباب بحكوبتنا كان قرارنا واضح لن نسمح باستمرار النزف بمدينة ترابلوس إذا بيستمر نزف كان مفهوض نستقيل نوعد ببيوتنا ما نعملش هزور على مدينتنا عم تستنزف وعم تنجرح وعم تدمر أحياءها وأطفالها عم يموتوا ونحن عم نتفرج عليها طيب فاصل أخير مشاهدينا ونعود نصل إلى الجزء الأخير من هذا اللقاء المباشر مع وزير العدل الأشرف ريفي معالي الوزير بالشؤون الترابلسية اللي بلشناها مسألة المرقاب أخدت كتير أخدت أبعاد كثيرة معقول مرقاب يعني هلأدي شكل حالي انقسامية بالمدينة يعني كمان السياسة دخلت برأيك أم لا فعلا هناك مشكلة إنه مثل ما قال البعض إنه عم بتحط كرافات على شخص بعد ما عنده حتى أندروير لا المدينة بحاجة حكما لمشروع تنمية كبيرة بدها برنامج ماريشل والمدينة عندها قدرات للانتعاش الاقتصادي كبيرة جدا جدا سواء بمرافق الأساسية اللي كل منعرفها الامبراطورية ميم يعني ستة ميم المطار والمرفق والمعرض والمصفية يعني عندها كتير إمكانيات للنهوض الاقتصادي عندها كمان قطاعات مهمة جدا سواء الحلويات أو الصابون أو السمك أو المفروشات أو الانحاسيات أو أي شيء يعني عندنا قدرة للانتعاش أسف أنيقول بعدة سنوات كربج دولاب الاقتصادي المفروض إحنا نحلح له ونبرمه ونعمله يعني تخلي الدورة الاقتصادية تبرم المرأة بكل أسف في حدا ما عارف أنه المدينة خلصت نفس الاقتصادي عم يرجع بنفس العقلية الاقتصادي المدينة إذا كان هذا المشروع فيه ناس فعلا عندهم ملاحظات موضوعية منيخد فيها أنا تواصلت مع نائب المهنسيين تواصلت مع مجموعات كبيرة من المجتمع المدني اللي عندها ملاحظات عقلانية عندها ملاحظات موضوعية يؤخذ فيها لحنا هنعمل عرض دي المشروع تبع مجلس ماء والأعمار وأنا حكيت حتى مع عبيل الجسر عبيل الجسر بيقول تلتة ربع الملاحظات اللي قيلت أو اللي هي نعرضت سنأخذ فيها عندنا نقبة مهنسيين في عشرة ألف مهندس هي إغداء على عتاء تدرس لماذا رفضنا المجتمع المدني؟ ما في رفض المجتمع المدني فيه برجع بقول فيه حدا بنفس أقطاع يتحرك وفيه حدا بنفس موضوع يتحرك حقيقة وهون بوجهة تحييل للوزير رشيد دربيس اللي حامل كل قضايا ترابس على أكتافه وعم بيسهر الليل والنهار يلاحق كل التفاصيل مثل ما قال عمل معاقب معاملات عملوا له هاشتاك مرقاب دربيس بكل أسف وصوروا أنه وزير الصدفة كلنا وزراء الصدفة لحنا لنا أولاد عائلات سياسية لحنا كلنا إذا بدك عصاميين بنينا حالنا بحالنا أنا بوجه له تحييل كبرى على الجهد اللي عم يعملوا لملاحظ قضايا ترابلوس وهو كمان عقلاني مثل ما أنا عقلاني أي ملاحظة عقلانية نأخذ فيها أي ملاحظة موضوعية نأخذ فيها وتقريبا ثلاثة ربع الملاحظات معروفة شو هي بدنا مخطط توجيهه للمنطق وعمل عمال في فريق مرتب جدا عمي عمالها بدنا أنه محطات التسفير الشمالية واجنوبية ما تكون بقلب المدينة وتقريبا هي مانة بقلب المدينة هي مانة بقلب المدينة واليوم نايد ما هنسيني ببلغني أن المحطة الشمالية خرايطها موجودة وأرضها موجودة ومصرياتها موجودين حيسرعوا فيها مصرياتها كمان متكلف مليونين دولار لا موجودين يعني الاعتماد تبعا موجود عند البلدية المحطة الجنوبية كانت عساس فيها لمحطة التسفير للقطارات وللباصات وللسيارات حيأجلوا جزء مننا لحتى يكون مبلغة كتير مقبول جدا يأمنوا في واجهات المباني اللي هي موجودة على سحة التل توضع تقص بعين الاعتبار تحويل المنطقة هاي اللي مشات كذلك الأمر ستقص بعين الاعتبار برجع أقول خلينا شيء حضرتك مؤيد لهذا المشروع أنا مؤيد لأي مشروع ونبلش بمحل معين مع أي ملاحظة موضوعية نعم ناخد أي ملاحظة موضوعية وعقلانية وناخد فيها تمام الحياة في ناس فعلا عندهم هم البلد منهم نضب المشروع بالمشروع كمشروع إنما عندهم ملاحظات موضوعية سويق خصفية ونقابة مهندسين عم بتتولى هذا الدور في عشر تلاف مهندس بالشمال بين قابة مهندسين نعطي الخبز للخباز حاش بقى نفوطها على مهاترات كأنه بعدنا الأقطاع بعضهم مستمر بس ما في توفق حتى بداخلنا قابة مهندسين على هذه المسألة ما في توفق ولا مؤترح كامل مش عم أقول بدنا موافقة العشرة تلاف لحنا بدنا القرار تبعا قابة مهندسين نعم في فعلا مجموعة من الشباب بالحراك المدني ملاحظات الموضوعية سيؤخذ فيها وحتى نبيل الجزر بيقول أغلبيته أخذ فيها مشانك أي شي يحسد المشروع نعم نحن مع تحسين المشروع الوزير درباس حكي عن مؤشرات مخيفة خاصة أرقام الفقر في مدينة ترابلوس عندك مخاوف أنه هذا الفقر نسبة تسرب المدرسة نسبة يعني الأشخاص اللي ما عندهم شهدة بكالوريا أو حتى أقل من ذلك الكنسبة كتير أرقام مخيفة اللي طرحها عندك مخاوف على وضع المدينة عن نسيجة اختصرها كما يلي كان عما خارطة المدينة كان فيها كذا بقعة فقر اليوم بكل أسف صارت خارطة المدينة كل فقر فيها كذا بقعة غنى أو وضع مقبول نحنقول أشخاص يمكن يعني برأي يعني ضو الأحمر اللي ضوار رشي درباس نعوح فيها هاي المدينة المفهوض نسرع بتحريك دورة اقتصادية نسرع بإيجاد فرص عمل للشباب اللي تعيش بكرامتها وتعيش ولادها بكرامتها اليوم اللي احنا طرحنا يعني كان بعتبر دوري اني ضو أنا والوزير درباس مع بقية النواب طبع المدينة على المحلات اللي بدها جهة خاص جدا عملت الزيارة للخانقال اللي هي ببنى أسهري بعيش في عائلات دون مستوى إذا بدك الإنسان المقبول في عندك مدافن الغرباء في أطفال عنا بتنام بين المقابر في فريق من العمل متطوعين بلش نروح يعمل دراسة عن هذا الواقع لنشوف كيف نبدا نلقي الحل بالتباني مش مقبول وضع يكون بهالشغل هذا مفهوض نطرح خارطة جديدة للمطقة التباني ولو بعيدة المدى أطفال المفهوض يعيشوا مثل أطفال كل دول العالم نأملهم طبيبين نأملهم مدرسين نأملهم حياة كريمة نأملهم عيش رغيد وعيش كريم مشان هيك المدينة بدأ يعني بدأ مشروع ماريشال طمن الكل الدولة ما عندها قدرات تشيل حدد ثلاث مشاريع إما إن شاء الله بتأمن شوية فرص عمال للشباب بتنطلق بالمقابل السعودية نقلا عن الشيخ سعد الحريري اللي هو مشكور على الجهد اللي عملو حضرنا اللي إحنوية جدول بكل المشاريع اللي بدأت مول للسعودية لإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة معلوماتنا بعتت مجموعة من المشاريع كدخول أولي على ساحة رابطة والساحة الشمالية برأي لحتكر المسبحة معنا تداجيا شوية شوية إذا الله أرادها عندك كثير من التساؤلات اللي واصلة لك وحبة أنك ترد إذا بتسمح لي هيك بسريعا بدري عكوم إلى متى سيبقى الإسلاميين في زجان رومية مع العلم أن عناصر حزب الله يسرحون ويمرحون من لبنان إلى إيران ويمن دون حسل أو رابطة الملف أنا بري أخذ جدل كتير كبير الملف أسرعنا فيه بالمحاكمات يوم الاستقال من حوالي تقريبا أقل من شهر القاضي الكبير أنطوني عيسى الخوري اللي كان رئيس المجلس العدلي بالوكالة واللي بوجره تحيية كبرى كان أنجز تسعين بالمية من الملف تماما يوم مرأ حوالي ثلاثة أسابيع لأستيقالته الجزء من العشرة بالمية الباقي قطعوه الشباب بوعد كل اللبنانيين أنه لو ما قصت المبنى بيه بسجن رومي كنا خلصنا عرص السنة لحمت خلصه مع بداية العطلة القضائية يعني بعد شهرين أو ثلاثة شهر حد أقصى هذا ملف ننتهي من المحاكمات فيه حاكموا بزيادين حاكموا ب90% من ملف نهر البارد وحاكموا بإستطاق عين علق وحتى الملف الجزء المدني من ملف الضنية كمان خلصوا هل تسريع المحاكمات حطوا حضرتك مثل شعار على صفحاتك بمواقع التواصل الاجتماعي وهذه هي أزمة كتير من اللبنانيين يعني مشكلة كبيرة بدري عقوم عم بيقلك هل تم القبض على الأشخاص الذين أطلقوا النار على طريقة جديدة من أسطح المباني الملف تحرك والدولة اللبنانية يعني ما في غريم كونت لبلف قضائي لو بقي فار من وجه العدالة يبقى ملاحق إلى أن يوقف مشانك بتصور حتى لو ما وقفوا بوقت الحاضر لأسباب كلنا بنعرف شو هي لح يجي يوم مثل قصة الرئيس الحريري أنا واسق تماما آخر شي لحنشوف العدالة لحنشوف من يبقى من القتل على قيد الحياة سيكون وراء القبضان باميلا جرجي عم تسألك بعد قرار القاضي ندا أصمر هل وجدت تحريك النيابة العامة وتشرب الخليل قرارا صائبا أنا ما بيدخل بمسار العدالة الكل بيعرفوا تماما العدالة أو القضاء عنا في لبنان عنده استقلالية عالية جدا أنا مع استقلالية القضاء ما بيدخل بتفاصيل إلا إذا صار فيه خربطة بسير العدالة مشاناك أي القانون اللبناني واضح الأمور القضائية عم تخذ مجرها الطبيعي وفضل معلل عليها كلمة سبعة منذ شهرين انتهت مدة تعيين محامين الدولة اللبنانية أين أصبح تجديد المرسوم بتصور بمساره الطبيعي ومجر حاله تماما عزم مسعود ما هي طريقة التعاملكم المقبلة مع نجيب ميقاتي بعدما استغل هو وصفدي قضيتكم لوصول المجلس النواب أعرف إذا فهمت عليه مظهور قصة قضيتي صارت ورانا مبدئيا وصلت مجلس النواب صارت ورانا جميع أنا عندي إدراك لخيار الشعبي لخيار ناسي أنا لا يمكن روح باتجاه حزب الله بمشروع إيراني لا يمكن روح باتجاه مشروع بشار الأسد هيك أنا ابن بيئة هي خياراتها هو لصوبتنا بهالاتجام وهون في ملاحظة عن بعض طرابلسيين على بعض الوسائل الإعلام لا شك لحنا نقدر كل أهالي الشهداء في أعلام مهتم بأهالي بعض الشهداء أكيد لحنا نهتم فيهم بس ناسوا أو نسيوا بكل أسف شهداء تفجير مسجداء السلام والتقوى كمان هالأهالي الشهداء مفروض دائما نحطهم بعض الاعتبار وهون بين هاللين بيستغلها المناسب لأنهم المسار القضائي يماشي حسب الأصول وبدون أي تلك وبدون أي خربطة نهائية كاميل خليل عم يسألك يريد تسأل الوزير دي في ليه ما حافظ على التوازن اللي عم يدعي حرصه عليه لما كان مدير قوة الأمن بالمواقع المرونية ليه معلوماته يسأل البطرق بيعرف تماما لأول مرة توصل نسبة المشاركة المسيحية بكوة الأمن الداخلي لأربعين فاصلة صفر اثنين لأول مرة بتاريخها وبإجراءات البعض منه قالوا لي ما كتير قانونية قلت له بس هاي إجراءات وطنية لأول مرة رفعت النسبة وكان برنامجنا نحنه خلال ثلاثة سنين بصير إذا خمسين خمسين لأول مرة بصير في أقبال مسيحي على قوة الأمن الداخلي وقال لي شعروا أنه صار توجهنا هو وطني وأنا إحدى إنجازاتي أني رفعت النسبة أقل من ثلاثين بالمئة سلامت أربعين فاصلة صفر اثنين لمن يسمع نعم جمال الطفان عم يسأل ما هو مصير عسكري الأمن الداخلي الذين فروا أواخر ثمانينات من الملاحقة السورية والجهات لبنانية وما زالت أسماء في المطار حتى الآن هناك عسكريين ما زالوا إلى الآن يموتون كل يوم نتيجة بعدهم القصر عن تراب الوطن وتخلي عنهم الجميع منذ سنين طويلة عسكريين قوة الأمن الداخلي هيك عم بيقول عسكريين من قوة الأمن الداخلي فروا أواخر التمانينات من الملاحقة السورية فروا خيرج لبنان واسمهم لحد اليوم موجود بالمطار إلا بثمان سنين خلال وجودي الملف مطروح ولا موجود ولهلا ما سمعنا فيه غير منه أنا سامع فيها أنه كان فيه مش بس من خلال أمن غير خلال أمن خلال أمن ما فيه حدام بس عكل حال إذا فيه ملف بيأدمو لك بس خلال أمن حتى وقت كنت خلال أمن ما كان مطروح موضوع نهائيا ما فيه حدام بها لدى الجهد كمان عبد رشا عبدالقادر عم تسألك لماذا لا يصار إلى أخذ دفعات جديدة دفعات جديدة من النجحين في مباراة المساعدين القضائيين قدمت طلب لمجلس الوزراء ومطروح عجدوا الأعمال وبتأمل أنه يعطونا دفعات جديدة لأنه بحاجة فعلا الكل اللي بيعرفوا أنه نحن وقت اللي كان ما قبل النزوح السوري كان فيه بطء كبير بالقضاء مفوض نسرع فيه بعد النزوح السوري صار فيه كمية ملفات 35% عمل إضافي متما صار بالسجون 35% سجناء إضافيين نعم أنا قدمت الطلب وبعتقد إن شاء الله بيمشي معنا محمود سنجري عم بيسألك لماذا تم توقيف ملفات سعد المصري وزملائه من قبل وزير العدل توقيف لا لحين صدور قرار سياسي بشأنهم هيك عم بيقول ومن هذا المصدر السياسي كان في جلسة بالمحكمة العسكرية ومشي المحاكمات مش صحيح عيسى الأيوبي عم بيقلك هل أشرف ريفي خريج السوربون هل قادة السعودية مرجعية علمية نعم أنا خريج جامعة لبنانية أنا أحمل بأحمل علوم اجتماعية بأحمل جدارة بعلم اجتماع الجريمة كريبون روجي وحضرت اللي هو دراسات عليا بعلم اجتماع الجريمة كامل وهبة هم فيسألك هل ما نشرته جريدة السفير عن اتهام موقفي أحداث ترابلوس العميد حمود وطير المستقبل هل هذا الكلام صحيح عندك معلومات عنه لا ما عندي معلومات عنه زكروب كمان لا حاولوا يشاهل شو أنه تخليت عنه قوي شي معروف القصة شو خلفيته السياسية بس اللي حرض على القضية أنا برأيه حيشوف حاله أنه طابق الصم آكله وهو بيعرف أنا مين بيقصد الحقيقة وجريدة المستقبل كتبت شي بهالموضوع هذا بأسرار بيقال بيقال بالأسرار لما حت أحرف الأولى لأشخاص اللي هني دفشوا بهذا الاتجاه الحقيقة معلوزير بعد هذا الكلام في هذه الحلقة بعد كل هذا الصقف العالي بتعتقد أنه سيمر المجلس الوزراء المقبل مرور الكرام ستكون جلسة عادية نحن حريصين على مجلس الوزراء حريصين على الحوار بس حريصين على استراتيجيتنا اللي هي إقامة الدولة وإلغاء الدولة برأيي على المدى الطويل ما فينا نحمي ولادنا أو بلدنا بوجود دولة مهما كلف الأمر هذا يناقض كل تجارب التاريخية ما فيه بدولة بالعالم فيه جيش نظامي فيه تركيبة عسكرية إلى جنبها حتى جيل نعاش محاولات عديدة جدا من بعض الفراق اللي لبنانين كلها انتهيت والدولة ستنتهي قريبا نعم نحن سنبقى على الطاولة مع بعض البعض سنبقى بس آخر شيء منقول لكل الناس سنناضل ستنتهي بالكلام بالكلام ستنتهي بالنهاية يعني فيك تأثر شوي لدى يمكن جمهورك مش جمهور الآخر لأن الغرائزية اللبنانية وصل لدرجة أنه ما حدا بيأثر بالتاني شو ما كان الكلام والوقائع كل شيء يعاقص طبيعة الأمور ينتهي وينتهي آجلا يعني عاجلا بفترة بسيطة جدا معلش ما بدي يسمي هلأ القوى اللي حاولت تعمل كيان خاص مستقل لحاله آخر شيء رجعت على اللعبة السياسية كمان حزب الله وديرجع على اللعبة السياسية كل شيء يعاقص طبيعة الأمور بينتهي كان في نظام سوري قوي جدا فرض حالة عسكرية عندنا كان في إيران بقوة كبرى فرضت هالشي هذا برأيه ربنا الوحيد اللي بقي على قوته ماذا عن الكلام اللي عم بيرجع عن الاختيالات ويقال في لوائح عندك معلومات في هذا الإطار في شيء معلومات في شيء للتهويل شو اللي للتهويل وشو هو اللي برأيك أنه ساعتلي نكب بشكل هيك احترافي مش شكل احترافي بشكل إذا بدك نفشكل نكب أنه والله أنه في تنظيم متشدد بده يقتال أشرف ريفي وفلان 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 تلوني يوم متى أنه ذكروني بقصة أبو عدس قصة قصة أبو عدس أنه يعني عم بهول يعني حسيت أنه هيدا تهديد لألك أو محاولة إصال رسالة إصال رسالة أنا بعتبر حالي أساسا أنا بعتبر حالي أنه أنا المفروض أني أخذ احتياطاتي الأمنية وأنا يخذ احتياطاتي الأمنية بس أنا لا بالرعب ولا بعمل البانيك ولا بعمل الهستيريا ولا أي شيء بس أي احتياطات أمنية مع الوزير حدتك بتروح على وزارة العدل بس ما حدا بيعرف كيف بروح لا حدا بيعرف كيف بيرجع ما بقلك أنه أنا ضامن أنه أماني 100% بس آخر شيء بس إنسان بس الأجل يحين أنا برأيه من سلم الأمانة ومن غادر إلى العلياء يعني ما دير عمد الموت عملو لك هاشتاك اليوم أشرف الناس وعملو لك اللواء الأشرف وعملو لك سيف العدل أو شو يعني أكتر 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 من هاشتاك كانوا كتير ناشطين هالشباب على مواقع التواصل الاجتماعي أنا بدأ أشكرك على هذه الحلقة أنا بدأ تشكري شكرا جزيلا أنت أخليكي نارية وقالله الحامي بالنهاية مع الواسير الله يحميك لأنه كتير إحنا اليوم إزا ما ضحنا إزا ما ضحنا لنبني دولة لأولادنا ممكنهم أصرين مهم ما نكون خانعين أو منهزمين اليوم الشراكة مع حزب الله إزا يعني خنوع وإنهزم أنا برأي غلط كبير أكيد الحوار إزا يعني خنوع أكيد لا يعني خنوع إحنا حكما مع الحوار ما نكون شركاء بحكم البلد بس بنفس الوقت الحقيقة دل تطلعاتنا نحو الدولة مثل ما عمل الشيخ سعد الحريري يوم خطاب خطاب لبيال أكد على السوابت أكد على الحوار بس يخشي منسينا السوابت تركيزنا هو على السوابت معنى يقول بدنا نقاتل بالمعنى العسكري سنناضل سياسيا وحضريا وبرأيه سنذهب إلى الدولة تنوعنا غنى شراكتنا الوطنية غنى ووجودنا مع بعض البعض هو غنى وبدنا نكون سنة شيعة دروز علويين مسيحين بكل تواقفهم وكلو بدنا نكون لبنانيين برجع بأكد تماما نطلق أحد الأصدقاء اليوم مرة بياجتماع 14 إزار كلمة مهمة جدا عرض علينا هوية دينية ما بدنا إياها عرض علينا هوية قومية ما بدنا إياها بدنا الهوية الوطنية نعم خليني انهي بهذا المسج من استيس جمال عيتاني عم بيقول باسم جميع الشرفاء الوطنيين نأمل من ما عليكم إعادة الثقة بالقضاء بكفي التدخل والمحسوبيات اليوم هذا مسار طويل اليوم فيني طمنوا أنه بالقضاء اللبناني في نخب لو بيعرفون اللبنانيين بنوعيتهم رحيتك بيفخروا فيهم تماما في خلل بالمنظومة أكتر ما في خلل بالأشخاص المنظومة أهملت لم يعطى القضاء شيء نهائيا واجبي أني أمن للمنظومة القضائية ما تستحق وما تطلب لحسن سير العدالة إن شاء الله شكرا لك مع الوزير شكرا للمشاهدين على المتابعة أنا بشوفكم أسبوع المقبل إلى اللقاء شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة